اشتركوا في القناة 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 البحرية يعني كنوع من البروتينات يعتبر من افضل انواع البروتينات برضو نقدر نقول احنا تلقائيا لو احنا عندنا فقر الدم لابد ان احنا ناخد اطعمة غنية فيتامين سي لان فيتامين سي بيساعد على امتصاص الحديد بشكل جيد فنستفيد منه فيتامين سي ده دكتور احمد نلاقيه فين نلاقيه في البرتوان في اليوسفي اه في البرتوان اليوسفي الفلفل لحمد باخذ مع ابر الحديد في اليوم برافو عليك يبقى انت كده مشى في الطريق المزبوط برضو تاخذي اطعمة غنية بيتامين بي اتناشر او تاخذي حقا بيتامين بي اتناشر ممكن تكون مكتوبة لك حتى بيتامين بي اتناشر ايضا اطعمة غنية بيتامين بي اتناشر الحديد يعني دي قائمة بالاطعمة الناس اللي عندها فاكر دم لا بد ان تركز على حاجاجات اللي انا قلتلك عليها ديت. لان مسلا. لو احنا. آآ فيتامين سي ضروري. آآ فيتامين بي اتناشر ضروري. يعني كل الاخذية اللي انا قلت عليها ديت ضرورية جدا نحطها ضمن نزمل querer غزائي مع آآ حقون الحديد اللي احنا بناخدها. ومع حقون الحديد بناخد فيتامين بي اتناشر. ومع فيتامين بي اتناشر بناخد حاجة بتساعدة على تركيب كرات الدم الحمرة زي حمض الفوليك او الفوليك اسد اه اه يعني علشان اه نساعد في تركيب كرات الدم الحمرة من جديد اه معناه. هذا الفيتامين اللي عم باخده. هذا هو. مم. هذا هذا البديل. اه ماشي. لانه ما في بقى هون. مش مشكلة. الهي مبست اه عشان يعني مديك حاجة للحديد اهو. تمام كويس. وكمان هاي القبر اللي عم بشربها. مم مم. تمام ما مشكلة خلاص تمام كل ده حاجات. بس هاي اه بس هاي انا معرفت كيف باخده هاي. فين ايه اخده معون? اه ده ايه بقى? اسمه ايه? هذا هذا فيتامين دال. اه فيتامين دال. والله اه اه احب زيت السمك او فيتامين دال او مش عارب وكل هدي الاشياء افضل مصدر فيتامين دال اشياء الشمس. لكن انت لو عايز تاخد فيتامين دال ما فيش مشكلة اخده. بس انا يعني فيتامين دال كجرع كبيستخدم عشان الانيميا لا. البيتامين دال ليس له علاقة بالانيميا. تمام. شكراين كتير. انا اتشرفت فيك وعمت لك فولو مشكور يا اخي. الله يهز. تشاهدي سؤالك تاني عشان اسمع? اه اه بتسألي بتقولي ازاي نسمن? كيف نسمن? ده سؤالك ولا ايه? ايه. اه. بص ما نيجي نتكلم. ازاي؟ ماشي 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 ماشي. ده سؤال. تمام تمام تمام. اه تمام. بص بص في البداية. ما نيجي نتكلم مسلا ولكن عن اه ازاي نزيد في الوزن. لابد ان احنا نستبعد كل المشاكل المرضية اللي بتؤدي الى اه مسلا اه اه النحافة. لابد ان احنا نستبعد كل المشاكل المرضية. يعني مسلا اه نقدر نقول فرط نشاط الغودة الدراقية ممكن تسببها سبب في النحافة وفقد الوزن. ممكن يكون اديدان في الامعاء سبب في النحافة وفقد الوزن. ممكن تكون الانيميا سبب في النحافة وفقد الوزن. مو نحافة كتير. ماشي مش كتير. انا بتكلم بشكل عام. انت سألت سؤال عام وانا بجاوب اجابة عامة. صحة كده ولا ايه? انا ما تكلمش عنك. انا بتكلم بشكل عام. انا بتكلم بشكل عام. بحيث انا دلوقتي بتكلم. اصلي بصي. التشخيص الدقيق لشخص معين يحتاج الاعياد. لكن انا هنا دوري ان انا ازود الوعي الصحي بحيث الناس الناس تبع عندها فكرة. يبع عندها فهمة الوضع بمشي زي عشان مش تكون عرضة لآآآ يعني التجار في كل مكان. التجار موجودين في كل التخصصات. فانا ما بديك انا بس بديك يعني عام انت بتقول مسلا اا يعني انا عايز انا مسلا بتقول انا عايز اسمن. او انا عايز اسمن. ما نيجي نتكلم عن التسمين قلنا لابد ان احنا نستبعد كل المشاكل المراضية اللي مؤدية للنحافة. طب ايا دكتور ليه لازباب المراضية المؤدية للنحافة. قلنا فارط نشاط الغودة الدراقية. الغودة الدراقية دي هنا كده موجودة هنا كده. بتفرز هرمون اسمه هرمون السيولوكسين. اما بيفرز به كميات كبيرة اوي كبيرة اوي بتبدافع قوية جدا ان الشخص بيأكل كتير. لكن في حرق للاكل ده بشكل مستمر. لان الهرمون بيفرز بشكل كبير فتلقائيا الحرق بتاعنا كبير. يا دكتور ده انا باكل كتير جدا. ده انا مشيت على انظمة ده انا خدت ادوية وما فيش فايدة. ليه? لان انا ممكن يكون عندي مشكلة في الغدة الدراقية. ففرط نشاط الغدة الدراقية ممكن تبا سبب في النحافة وفقد الوزن. الانيميا ايضا ممكن تبا سبب في النحافة وفقد الوزن. الديدان في الامعاء ممكن تبا سبب في النحافة وفقد الوزن. مرض السكري ممكن يبا سبب في النحافة وفقد الوزن. لا. ما عندك اش اسمه. تمام. طيب انا اشاركك في حاجة كده? المضاعي زي الزفتقال. طيب بوسي اه انا كنت من شوية بالزبط كنت متكلم محد بس الحد ده اطلع مش كويس وقافل السكة في وشي فانا هكمل معك انا كنت بتكلم معه في اي ماشي. مش عارفة ليه هعمل انا مش مش هيشارك. لا قافل ليه. اه اه بوسي احنا مسلا لكم كنت انا بتكلم فيه بقول لهم يا جماعة اي حد نحيف او عايز يزيد في وزنه شوية بقول لهم يا جماعة لابد ان احنا نستبعد كل المشاكل المرضية. يعني يا دكتور احمد نستبعد كل المشاكل المرضية. يعني لابد ان انا مسلا اللي اكون اه اراجع نفسي اراجع نفسي ازاي? ممكن انا عندي هنا كده فيه هرمون اسمه هرمون اه السيروكسين بيفرز من حاجة اسمها لغدة درقية. الهرمون ده اما بينزل الجسم بتاعي بيحرى الاكل بتاعي. فتقول يا دكتور انا باكل كتير جدا وبشرف كثير جدا وماشي على نظام جزائي علشان نزيد في الوزن وبالضو مش عارف ازيد اه مش عارف ازيد في الوزن. فبيكون السبب ان احنا عندنا الهرمون هرمون ده بيفرز بشكل كبير فدفعة بتبقى دفعة قوية جدا لنا ان احنا الحرق بتاعنا بيبقى عالي جدا. فتلقيان الاكل اللي احنا بنكله بيتحرق فما بزيدش في الوزن. فده بيفسر لنا. لو احنا عندنا مشاكل في الغدة الدرقية بيبقى دفعة قوية جدا ان احنا مسلا ما نزيدش في الوزن. برضو اه ممكن الانيميا بتبقى سبب مسلا عليكم في النحافة فقط الوزن. زي ما قلنا كده لابد ان احنا نستبعد كل المشاكل المرضية قبل ما احنا عليكم نتكلم عن زيادة الوزن. خلص يا دكتر ده انا استبعدت كل المشاكل المرضية وما عنديش اي مشاكل صحية ولا عندي اي امراض ولا اي حاجة. انا عندي زيادة في الوزن ازاي اه انا عندي انا عندي نحافة وازاي ازيد في الوزن. انا عندي نحافة عشان ما ندخلش الامور في بعضها. انا عندي نحافة ازاي ازيد في الوزن. بشكل بسيط مسلا لو بنتكلم ان احنا نزيد في الوزن ازاي? مع علاج الخلل المرضي? اه ناخد حاجات مسلا اغلب الناس اللي بتابلني في الهيادات ناس كتير جدا ممكن يكون السبب الرئيس بتاعها اه العصبية. الحال نفسية السيئة سبب في النحافة فقد الوزن. فالناس عشان كده اقول لهم نصيحة اساسية اقول يا جماعة ممنوع العصبية. ما تسمحش لاي حد باي حال من الاحوال انه هيعصرت. انك انت اللي هيجي لك الضغط. انت اللي هيجي لك السكر. انت اللي هيجي لك القلب. انت اللي هتموت في النهاية. انت اللي هدانك رفيع ونحيف. وما حدش هيجري وراك. فيعني فكرة مسلا وليكن النحافة وفقد الوزن واتباطها بالحالة النفسية السيئة لها دور كبير جدا. فمطلوب مسلا وليكن ان احنا خلاص طلع ما عندوش مرض ومعندو اعصبية. بنعالج الموضوع ده ازاي? بنديله بيتامين ديل مع بيتامين بيه سكس مع عاملاحة والماغنسيوم. خدنا البيتامين دل من بيتامين بيه سكس وعملاحة والماغنسيوم بنديلو حاجات فوقتها للشاهية طبيعي. مشروب ان اقول له مسلا عليكم ان يشرب مشروبات تفتح الشاهية. يا دكتور احمد المشروبات اللي يفتح الشي. مشروب الينسون البابونج الحلبة القراوية تعتبر من ضمن المشروبات اللي تفتح الشاي. من ضمن برضو الحاجات من ضمن الحاجات المهمة جدا بقى بالنسبة للشخص الاحيف دايما تليه يشرب شاي كثير. يشرب اهوة كثير. يشرب مشروبات جازية كثير. فنحاول قدرام كان احنا نعمل تقنين لهذه الأشياء لان الشاي. والقهوة والنسكافيه من الحاجات اللي بتسحب لنا сы من العظم بتاعنا. يعني اللي اللي بيشربها. اللي بيشرب شاي وقهوة وناس كافية ولتيه وجلدين ولتيه وهذه الاشياء بشكل مستمر تبقى دافعها بس مش بنقول مش بنقول انا عادي باشرب شاي. بس مش معنى زلك ان الشاي مضر. لا الشاي مضر لو شربناه كتير اكتر من الطبيعة. طبعا انا المفروض اشرب كم كباية كباية كبايتين تلاتة حد اكثر تلات كبايات مرة مية اه شاي يوميا لكن ما ينفعش مثلا وليكن ان انا اشرب لعشرة ولا خمسة كباية شاي يوميا وقولك ان هو مفيد. هو مفيد في حالة اللي احنا اخدناه يا اعتداء. فمسلا الناس اللي بتشرب شاي. فبالنسبة للناس مسلا وليكن اللي بتشرب آآ شاي وقهوة وناس كافية بنقول لهم لأ هنبدأ نقلل الشاي والقهوة والناس كافية لان الحاجات دي بتسحب لنا الكلسة من العض وبالتالي بتقلل من الكسافة العظمية بتاعتنا وبالتالي بتبقى دافع قوية جدا لنا ان احنا نزيد العظم بتاعنا بيبقى ضعيف. وزاد ان احنا بيدنق عندنا نحافة زي ما احنا. برضو يعني زاد طبعا النزام الجزاء الصحي وتغيير طبعا الرياضة من اكتر الحاجات اللي ممكن تحفز تحفز الشخص ان هو يأكل يعني. بس دي كده شوية نصائح كده سريعة. يا رب اكون قدرت افيت حتى لو واحد في المينة. طبعا عشان تصبرت معي عملتلك متابعة. يلا. احنا متابعة. الله يخليك الله يا كريم. تمورينا بايش ايه? انا معك. الله يخليك. يلا يخليك سعيد. الحمد لله والله تمام الحمد لله تمام انت اخبارك ساحيتك عمل ايه? الحمد لله تمام مشكر الله. الله اكرمك انا دكتور تغزية لو عندك ايه اسئلة في التغزية ممكن تسألنا ان في ايدك. ما شاء الله ليك الله يديمك بالصحة والعافية يا رب ويوفقك. الله يخليك. والله اسئلة ما اعرف اذا سؤال تغزية ولا ما تغزية. اتفضل اسئلة. عندي سؤال والله. اه التهاب الامعاق. مهم. نفس الاسم ما هي عندكم? في عندي شخص مريض فيه. مهم هون. بس ما له علاج. عندي عنده كم سنة هون? والله عنده تقريبا تسعة وعشرين سنة. مهم. والله بص اه بشكل بص انا هكلمك عن احنا عندنا في مصر بنسميها النازلة المعاوية. انتم بتسموها ده الامعاء اللي بتسميها الالتهاب الامعاء او في ناس يقول لك ده الامعاء الالتهابي ايا كان المسمى. لكن في المحصلة ان دي عدوى موجودة في الجهاز الهضمي بيصاحبها اسهال وترجيع وسخونية. واحيانا مغس وتقلصات وهذه الاعراض بتاعتها كلها. النازلة المعاوية والتهاب الامعاء دي بشكل بسيط ممكن تبقى عدوى بكتيرية او عدوى بيروسية او طفيديات في الامعاء. او تسمم زي تسمم الفسيخ او 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 تسمم المبيضات الحشرية او غيره. خلاص اه ده كده ده بالنسبة مثلا وليكن لله. اه طب يا دكتور احمد. اه انتي تسألني انتي تقول لي مسلا احنا دلوقتي قلنا مسلا قد تكون عدوى بكتيرية او فيروسية او الاتوفايلات في الامعاء او تسمم. دكتور اول المشكلة صر الشخص مريض فيها زمن طويل يعني انمنع عن الجلوتين انمنع من اكل الجلوتين فصار الجسم فيه تعب كتير فيه ضعف كتير وهزل في الجسم يعني صار الجسم هزيل اه لدرجة تعب كتير يعني ما عاد يتحمل الجسم. اه اه وعلاج ما فيهم يعطو مكملات غزائية وفيتامينات. ام. وهيك عايش يعني بدون الجلوتين على الخاص. تمام ماشي. ما هو هيبطل الجلوتين يبقى ياخد بدايل يعني يمشي عن نظام غزائي خالي من الجلوتين. بس لازم نوفر مثلا يعني حاجات تبقى بدايل صحية ليها. طب خلينا اقولك مثلا. والله ما بعرف. ماشي لابد ان هو يمشي انا لابد ان هو يمشي عن نظام غزائي خالي من الجلوتين. ودي خطة بنحطها مسلا كطبات غزية بتعتمد على استبعاد الاطعمة اللي بتحتوي على مادة الجلوتين. والجلوتين نقدر نقول مادة متوفرة فين? في الامح في الجودار. في حاجة اسمها ايه تاني. المهم الامح والجودار. الغرض. الغرض مسلا وليكن من هذا النظام. طبعا عشان مشكلة التهاب العمعاء. وديه النقطة اللي احنا عايزين نتكلم فيه. طب بتفاصيل نظام الطعام ده ايه? وده المهم اللي احنا عايزين نتكلم فيه ده ايه? بس عشان بس من الموضوع بواضح اه يعني النظام مش هبعد عن حاجات دي وخلاص لابد ان احنا نمشي عن نظام بص النظام الجزائي الصحي هو المتوازن المتنوع المتكامل اللي بيحتوي على كافة العناصر الجزائية. عندنا خلال مرضي بنمنع الحاجة دي وندخل بداية الصحية بديلة مكانها علشان ما نحرمش جسمنا من لكن فكرة اننا همنع الحاجة دي وما باخدش بداية المكانة فتلقى هنا يحصل هدال وتعب والعارات تتفاقم معنا. بص فيه اطعمة تصجا مسموح بيها يعني فيه اطعمة تصجا مسموح بيها لازم يدخلها في النظام الجزائي. الفواكه والخضروات رقم واحد فدي مش ممنوعة عنه تماما يقدر يأكل فكرة وخضروات عشان ناخد الفيتامينات والاملاح المعدنية والالياف ونسبة مائية كمان موجودة في ده ده كله. فنقدر نقول الفكرة والخضروات في المقام الاول لازم تكون موجودة معنا فيه نظام الخالم الجلوتين. بنقول يعني اه يعني اه اقول ايه انا دلوقتي دماغي سلحت في كزا حاجة مع بعض فتصبر على كده اجمع معلوماتي. ايه خلاف داك الله يعطيك العافي بالخير دكتورنا. الله يساعدك. بس اللي انا عايز اقوله ان احنا يتطلب اتباع نظام غزائي خالم الجلوتين. اه نقدر نقول مسلا اه الاعتعمة التصجة المسموح بيها مسلا نقولنا الفكهة والخضروات البقوليات البقوليات مسموح بيها البذور والخضروات والمكسرات البذور والخضروات والمكسرات باشكالها الطبيعية غير المعالجة. ده اشكالها طبعا يعني المكسرات الجوز اللوز الفصدقين الجمل. كل هذه الاشياء مسموحة. وهذه الاشياء نقدر نقول عليها ان هي حاجات اساسية احنا محتاجينا في النظام الجزائي بتاعنا علشان احنا زي ما قولنا احنا منعين جزء كبير جدا من الاكل بتاعنا والاكل اغلب الاكل اصلا بتاعنا في اه الامح بتاعنا. فعشان كده لابد هذه الاشياء تكون موجودة في النظام الجزائي. البيض ايضا من ضمن الحاجات من المسموحات لكن تكون انا بقول الحاجات التصجة اللي احنا بنسمح بالبيض محتاجين ان احنا برضو ندخلوا في النظام الغذائي الدجاج والاسماك واللحوم غير المعالجة الخالية من الدهون الدجاج والاسماك الخالية من الدهون الغير المعالجة برضو نقدر نستخدمها في النظام الغذائي الخالية من الجلوتين معظم منتجات مشتقات الحليب قليلة الدسم معظم منتجات الحليب قليلة الدسم برضو نقدر نستخدمها الله اه يعني في بعض الحاجات اه يعني نستطيع برضو ندخلها في النظام الغذائي اه حبوب ونشا او دقيق يعني انواع من الدقيق نستخدمها تبقى خالية من الجلوتين ايه بقى الحنتة السودة الحنتة السودة الحاجات ديت مهمة مفروض تكتبها عشان تسأل عليها وتجيبها او تعرفوا بيها الحنتة السودة بنقول برضو الدرة دي ايه الدرة والفريك آآ الخالية من الجولوتين دي الدرة والفريك الخالية من الجلوتين نقدر برضو نحضها. عصيدة الدرة الدخن نقدر نقول الكنوة. الكنوة من ضمن الحاجات الروع برضو اللي ممكن ندخلها دمن الحاجات الخالية من الجلوتين علشان آآ يعني آآ أنواع حبوب ونشى ودي ايه نقدر ندخلها في النظام بتاعنا علشان نعوض. ما أنت مش معقول ما بتكونش ما بتقولش مسلا ولا يكون قامح ولا جودار ولا اي حاجة اللي هي اسلا اساس الاكل بتاعنا وما تكون حاطة البداية. البداية لهي بقى. مسلا بنقول الكنوة. ممكن نقول مسلا الارز البري. الارز البري. نقدر نقول الدرة البيضة. آآ فول الصوية. نقدر نقول آآ ايه تاني? الدخنة. عصيدة الدرة. تعتبر برضو من ضمن الحاجات الروعة اللي احنا ممكن ندخلها من ضمن النزام الجزائي. لكن هناك حبوب غير مسموح بها على الاطلاق يعني. في حبوب دي حبوب الاولنية. الحبوب والنشا. العصيدة والدخن والدرة. وفول الصوية والحنطة السودة والكتان ايضا. دي كلها حاجات مسموحات. لكن هناك حاجات غير مسموح بها. زي القمح. الشعير. الجودار. في حاجة اسمها ايه تاني. آآ يعني الشوفان في بعض الحالات مش كل الحالات. الشوفان في بعض الحالات مش كل الحالات. في بعض الحالات ما بتتعبش من الشوفان خلاص. في بعض الناس. فلازم نرأي بجسمنا. او نعمل تحليلة اللي هي آآ تحليلة حساسية الطعام. آآ نقول ايه تاني? دي كده بشكل اساسي يعني آآ يعني الحاجات الاساسية يعني اللي احنا البدائل اللي احنا بنحتاجين ان احنا نحطها ضمن النظام الغذائي. ده كده بشكل اساسي. وطبعا تبعد عن الحاجات اللي فيها الجلوتين. اللي هي بتسبب لك واي اكل انت بتاكله او هو بيأكله. بيسبب له بيضعف له اي عرض من الاعراض. يبعد عنه. وهي يركز في الحاجات اللي انا قلنا عليها. الحنطة السودة. الدورة. برضو في حاجة تانية اللي هي الدورة البيضة. ايه تانية اولاد? نفتكر ايه تاني? الدخنة عصيدة الدورة. دي كلها حاجات ممكن يدخلها من ضمن النظام الغذائي. علشان نعود عشان ما يحصلش هزلان. هو ليه بيحصل له هزلان? لاني ما بياخدش بزور الكنوة. ما بياخدش الكنوة. ما بياخدش الدورة. ما بياخدش البداي للجلوتين. فطبعين هيضعف. فاحنا عايزين ناخد البدايل الصحية بتاعتنا. ناخد البدايل الصحية اللي موجودة في الحنطة السودة. اللي موجودة في الدورة. اللي موجودة في الكتان. اللي موجودة في انواع دي الخالية من الجلوتين. زي دي الرز والصوية مسلا. والدورة والبطاطس والفول. دي كلها حاجات مسلا عليكم ممكن نحطها في النظام الغذائي. اه هتبقى بدايل صحية علشان نمنع ان احنا يحدث عندنا هزلان كنتيجة لمنع عنصر اساسي من ضمن العناصر الاساسية اللي هو ممنوع منها يعني. طبعا دكتور يعطيك العافية يا عزبناك. لا ولا يعني. يا رب بس يعني يا رب بس يستفيد هذا الشخص وتقدر توصله المعلومة بيحس انه اه يعني يعني. ان شاء الله راح توصلوا ان شاء الله. تماما. الله يجزيك الخير ويعطيك العافية تشرفنا بيك بمعرفتك. عملت لك فولا دكتور. الله يسعيدك. ان شاء الله بنرجع نطلع مع بعض ما اتشرف ليك. انا الشرف لي يا ربنا يا سعيدك ارفضك وارفع قدرك دونك. الله يسعدك ويرزقك يا رب. اللهم امين. الله افقق ان شاء الله. الله يخليك يلا في رعاية الله. يومك سعيد. ان شاء الله. استأذنكم يلا يومكم سعيد. ربنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. احمد. السلام عليكم. لا والله صح طيب اتجاني. الحمد الله. ربنا يزيدك ويوسع عليك. ربنا يعفزك. طب انا هستأذنك اشوف حد يكون محتاج مساعدة. اذنك معك يا رب. الله يبارك. الله يبارك. مع بعض قبل كده صح كده. بجال? صح? مش فاكر. مش فاكر. انا افتيك المين ولا مين? في خمسين مليون واحد. اه. اه. انا حسنا. اعملت لك. عملت لك فلو. عملت لك فلو. الله يسعدك ربنا يعفزك. طب بصي انا دكتور تغزية. بفكريك اهو. لو عندك اي اسئلة في التغزية ممكن تسألينها انفيدك. اه. 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 في حاجة. انا بصت باكل اكل كتير قوي ما بدخلش. عايزة ادخل. عايزة ادخل. عايزة ادخل. هذا هو السؤال. طب انتي ما فيش اي مشاكل صحية مسلا سبب لنا. اه يعني مساببالنا النحافة اللي عندنا. لا لا. انا الاول كان وزني اتنين وستين. بالوقت بقى اتنين وخمسين. او. طب بصي يعني في البداية لو احنا العشرة كيلو اللي نزلناهم دولي. لو نزلناهم في وقت اه قصير جدا كنتيجة يعني مسلا وليكن كنت انا وزني كويس جدا وبعد كده مرة واحدة نزلناهم في وقت وصير جدا. فلابد ان احنا نتأكد ان احنا ما عندناش خلال مرضي هو اللي سبب لنا اه النزول ده. لان احنا ممكن مسلا وليكن يكون عندنا هو فيه تلات احتمالات اكتر تلات احتمالات بقابلهم في العيادة يعني. ايه هي اكبر تلات احتمالات? النحاء الانيميا سبب في النحافة وفاقد الوزن. فلابد ان احنا نتأكد من خلال صور الدم كاملة علشان نتأكد ان احنا ما عندناش انيميا. ممكن ان الانيميا تكون هي سبب في نزول الوزن ده. الحاجة التانية ممكن تكون عندنا مشاكل في الغودة الدراقية. لو احنا مسلا وليكن عندنا ايه اه فرط مشاكل الغودة الدراقية هرمونيسيروسين بيفرز بشكل كبير. فالحرق بتاعنا بيبقى كبير ايضا. فما بنستفيدش من الاكل بتاعنا. فتلقيا برضو ممكن الغودة الدراقية. السبب التالت يعني وده اللي انا برجحه واللي انا برشحه ومش بعيد يكون عندك اهوق عندك اصلا. من غير ما من غير من كتر من كل الناس يعني ما فيش حد ما بقابلوش الا يكون عنده. اه وحتى بدي نصيحة كده بقول يا جماعة السبب ده عند كل الناس وخصوصا الناس اللي بتنحك مرة واحدة. العصبية. العصبية. ممنوع العصبية. ما تسمحيش لأي حد باي حال من الاحوال ان هو يعصبك. انا خاصيت بخلال شهر كده يعني خلال الشهر ده نزلت العشرة كيلو. اه كان يعني كزا حد قالي عصبية ويعني النفسية النفسية كان زي الزيت فقالي ممكن عزاني كده ايه. فتمام يبقى احنا بنقول كده هو ممنوع العصبية. ما تسمحيش لأي حد باي حال من اللي احمل ان هو يعصبك. لانك انت اللي هيجي لك الضغط. انت اللي هيجي لك السكر. انت اللي هيجي لك القلب. انت اللي هتموت في النهاية. وانت اللي قدان انك رفيع وما عصى عصى وما حدش هيبص عليكي. يبقى ايه? كلام ده مهم جدا. تمام? ايوة بس انا انا عصبت. انا من اقل حاجة تلاقيني. هاخنوك. اه. المهم. ايه المهم? اه 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 اه. المهم خليني خليني اكلمك انا في هقولك تحل المشكلة دي ازاي? يا دكتور ان دلوقتي عندي عصبية وما تقوليش بقى ممنوع العصبية والكلام التعدكات ترى ده ما مش عايز انا بيقول لي حاكتين كده وصفتين تخليني احل المشكلة اللي عندي بهدوء. بص. الناس اللي عندها عصبية بيبقى عندها ناصف فيتامين دال وفيتامين بيه سكس. فانت تدار تجيبي من الصيدلية فيتامين دال او تتعرض لاشيائة الشمس لمدة نصف ساعة يوميا في بداية النهار او قبل الغروب بشوية كده يبقى انت خد فيتامين دال علشان العصبية اول حاجة نتعرض لاشيائة الشمس لمدة نصف ساعة يوميا يبقى احنا كده اخذنا فيتامين دال او نجيبه من الصيدلية لو احنا مش هننزل نتعرض لاشيائة الشمس. دي كده رقمها. فيتامين بي سيكس نقدر ناخده من المكسرات. فيتامين بي سيكس نقدر نجيبه من المكسرات والخضروات الوراقية الدكنة. نقدر نزود المكسرات بتاعتنا. بس ما ناخدش المكسرات بتاعتنا في صورة آآ صلبة. نحاول قدر امكان مسلا نعمل عصير مسلا موز مش عارف ايه. موز بالحليب مش عارف ايه. ونحط شوية مكسرات عليهم. طيب احنا كده اخدنا فيتامين بيه سيكس اللي احنا عايزين آآ ناخده. فبالتالي الفيتامين ده لو موجودين يبقى كده هنقدر نريح الاعصاب بتاعتنا. محتاجين املاح الكالسيم والماغنيسيوم. الكالسيم هناخده من منتجات القلبان بتاعتنا. عايزين ندخل منتجات القلبان بتاعتنا في النزام الجزائي بتاعنا. ما بناخدش منتجات قلبان. نشوف اي جيبي كالسيم من الصيدلية. تركيز خمسمية مرتين يومية. اه كده اخدت الكالسيم لو انت مش هتاخديه. آآ الماغنيسيوم ايضا نفس الكلام. الماغنيسيوم بشكل قوي. علشان مشكلة العصبية. لو دي انا احنا هذه الاغذية او بيتامين ده مع بيتامين ما عملاح الكالسيم والماغنيسيوم وحطناهم كده مع بعض. افضل حاجات على يعني على يعني تقدر تتعالج لنا اي حد عصبي في غضون اياب. يعني البيتامينات دي لو احنا اخدناها نقدر نقعد في حالة نقدر نقول ان احنا هنكون في حالة نفسية مستريحة افضل يعني. اجرب. هي كالبان انا باكل قلبان كتير فاهم? بس يعني. دكتور شو حضرت? دكتور تغزية. فيدني فيدني لك اداء. لك اتفضل بتفضل لك. مش سامة. ما اسمعني صوتك بيقطع. صوتك رايح جاي ما اسمعني. حزر انا كم كيلو? نعم. بقول لك احزر اه 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 الشبكة. مية وتلاتين. اه ماش مية وتلاتين كيلو. عايزة تخس هي يعني صح كده? خس لا. بس عايزة بطل حاجة. بطل شرب بيبسي كيف? انا بشرب تلاتة او اربعة لتر بيبسي بنهار. كيف فينة اترك هالبيبسي? هقولك هقولك اه يعني فكرة كده علشان تبطلي شرب البيبسي. يعني في حد مسلا وليكن اه تمام. اه واحد جالي كده برضو نفس الحالة بتاعتي كده قال لي يا دكتور احمد انا بجد مود من بيبسي بشرب لتر اه او اكتر في اليوم كل يوم. طبعا ميزانية الشهر بتخرب مني. فانا فكرت لو حبي لو لو مسلا اه لو مسلا فانا مسلا فكرت لو جبت مس كمية كبيرة من البيبسي للشهر كله وقلت اه اه وقللت بحيس بدل ما اشرب مسلا تلاتين لتر في الشهر اجيب مسلا عشين ازازة ب بس لو مسلا يعني انا مسلا دلوقتي باشرب تلاتين لتر في اليوم لا انا هشرب مسلا انا هروح اه كمية الشهر مسلا ارو اجيبها كلها مرة واحدة عشين اه ازازة اه بحس ان انا خفف من الكمية بتاعتي او اقلل من الكمية بتاعتي اه يعني بس اه ويا دكتور وجبت لا اشين ازازة شربتهم بدل ما اشربهم في في الشهر كله شربتهم في عشرة ايام يعني انا كنت تخليني على وضع احسن ما جبت الكمية كلها شربتها في العشرة ايام فتعتبر بدل ما حل المشكلة فسدت المشكلة اكتر يعني. اه وبرضو ايه؟ وبيقول لي يا دكتور انا بس اه? والبيبسي اللي انا باشربه في بيب سا دايق. كمان بيقول لك انا باشرب بيب اسي دايق. اه انا هقولك دلوقتي عن فوائد البيبسي. انا هكلمك بعيد عن كل الناس. كل الناس تقولك اضرار الببسي لا انا بقى بتاعة جديد. اسمع مني الا كلام اللي انا بقى Builds بص الببسي هي فوائد زي ما له اضرار ليه فوائد. من ضمن الاضرار بتاعته. هقول لك الاضرار وبعدين هقول لك الفوائد علشان برضو بحنا منصفين. وما تقوليش ان انا مسلا هنشغل تابع شركة اه بتاع ولا بتاع. اه دلوقتي اضرار اه 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 اضرار 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 مشروب الغازي اولا ان واحد ملي فقط بيدينا سبع سعرات حرارية. واحد ملي فقط بيدينا سبع سعرات حرارية. يعني ايه اه احد كتب بتاعتها ماشي ماشي. المشروب المشروب الغازي المشروب الغازي بتاعنا ده هنعمل واحد ملي بيدينا سبع سعرات حرارية. تخيالي كده لو انت مسلا وليكن ماشي على نظام غذائي ونمط حياة صحي وحياة جميلة منتعشة وكل شيء تمام لكن تشربين لك مسلا كباية زي كده مسلا شوفي كم ملي متين تلتميت ملي مسلا ولي هكون ايا كان شوفي كده انت يعني هتكون اه شوفي بقى انت هتاخدي كم سعرة حرارية. اه شوفي مسلا الكباية دي يعني انت ختيلك تلتميت سعرة حرارية اضراب تلتمية في سبعة يعني هيطلع لك اللي انت المفروض تاخديه من السعرات طول اليوم بتاخديه في كباية واحدة يعني ضيعت كل حاجة. حتى لو ماشي على نظام غذائي ونظام رياضي ونمط حياة صحي وحياتك زي الفل والدنيا جميلة. لكن الكلام ده مفيش. اه يعني شوفي تخيالي مسلا وليكن ان احنا بنبوز كل حاجة في كباية واحدة بناخدها. ده كده. لكن هناك هناك زي ما قالت اختينا الهسة هناك. اه اه. زي ما قالت اختينا الهسة تحت قالت. اه هناك هناك فوائد. لا بس عشان ما انا مش عايزين نظلم الشرك. افضل فايدة للمشروبات الغازية ان هي اقوى وافضل مطهر وملمع على وجه الكرة الارضية. وافضل مزيل للصدق زي ما اختينا الهسة قالت. ليه بقى افضل مزيل للصدق المشروب الغازي. هاتي كده اي سامولة عربية مثلا وليكن بيبقى فيها صواميل كده. الصواميل ديت اما بيجي لها صدق. اما بيجي لها صدق. لو انت لو تلاقي الراجل الناصح اللي شغال على عربية النقل. يروح نازل شارع علبة مشروب غازي ويروح دالق شوية كده على الصدق اللي موجود في الصمولة. الصمولة تفك. فنقدر نقول اقوى مزيل للصدق على وجه الارض. نقدر نقول المشروب الغازي. فنقدر نستخدمه في تلميع والاسطح. نقدر نستخدمه في الحمامات اللي فيها صدق كبير. يعني المشروب الغازي دي فيها كتيرة. نقدر نستخدمه في هزي الاستخدامات اللي انا قلت لك عليها. وبشرة بيه بقى مرة تانية ان شاء الله. تعرف شو? بس انا لما مثلا اه اه اعطش بكون عشاني مسلا ما بشرب ماي. لا بشرب ببسي بقول خلط عشاني بشرب ببسي مش ماي. ادمان ادمان مش طبيعي. يعني انت ممكن اصي. ايه اوفر من مسحية تنضيح. اوفر من مسحية التنضيح. والله برافو عليك. يلسه دي قعدة كده ما شاء الله اهل لبنان اعتقد. الدماغهم شغالة الله ينور كده. انا صراحة انا فخور باهل. والله اوفر من مسحيته. والله العظيم انا حبيتك. المصرحات بتاعتك روعة. ما شاء الله. ما شاء الله حاجة جميلة. انا فخور النهاردة. النهاردة يوم تاريخي بالنسبة لي. بكرة عندي بكرة عندي امتحان في مادة اسمها ارتز بورتز. انا والله انا هقفل المادة دي مخصوصة عشان انا شفتي لسه النهاردة. ارتز بورتز. وهذا نعمل شو ارتز بورتز? ده ده بالتركي يا دي ده بالتركي انت اصلا دماغك مقلوبة شمال. ايه يا تركي يا اردوغان انت. اه اردوغان خليفة رسول الله في هذا العصر اردوغان. هو يكون عندك يا تيراد. اه. اه. كل عالم خير وبرك يا عمد. اه كل العالم خير وبركة واردوغان على رأسنا خليفة رسول الله في هذا العصر. المهم مش 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 القصة اللي انا عايز اقولهالك لو احنا مسلا. اصلا بتلي مفتي خليك بس صدي انت. بصي اه 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 بصي اه ارتيز بورتزي معناها ايه? معناها بالتركي على تقويم العيزان. لح ولا ولا اقول انا احمرت ليس صديت صرت كني صدي هلا بدي بقى بس. لحظة. مسلا طب شو السر مسلا بس الواحد يجيش يشرب ماي. معليه اه هيك بتصير النفس تدلعي مسلا من المياه ما حدا بيحب المياه. بصي بصي. بصي الناس تحب المياه بصي انا دلوقتي اعزيني شرب مياه. الناس ما بتحبش المياه مش مياه بصي انا هقولك حاج انا هقولك دلوقتي عن عن فوايد المياه عشان اشجعك ان انت تشرب المياه. ماشي? ياه. تشجعني. هشجعك. انت هتطلع بس بس تحترمي الدكتور بتاعك تشربش قدامه جهزة. يا شيخ احترمي نفسك. ده انا ده انا بيقى في ناس بشنبات كده بتخضنوا ما يشوفوني. انت بتشربي عادي ومفتاة بحر وعملها تتحق لده. طيب خلص تكرم عينك. شلنا الارجيل اتفضل. اتحفنا. اه والله العظيم انت محظوظة النهاردة عشان تلاقي معايا دي دي في حد ذاتة كويس انه لسه اصلا لسه قاعدة تحت هاي رأدة بسمعك وسمعك بتاعتك الجميلة. خلينا اخش في الموضوع. اه رأدة. اه رأدة. والله العزيزيتي تفكيرك شيطاني. اه الحمد لله. يا الله. بله بله يا دكتور احمد. اعملنا متابعة فضلا ما ليس امرني عيني. اعملك متابعة. عشان الديحكة بتاعتك بس انا ما بعملش متابعة بالسهل بس عملتلك. اه. اه. طب اتمنلنا ايه ازا عملك شو عم بتقلك ايه لسه تحت. طب خلينا اكملك عشان انت محترمة وشلت الجوزة بس. خلينا اكمل بس. والله عملتك متابعة. اه. الجوزة اللي انت بتشربيها. النرجيلة اللي انت بتشربين. المهم. ارجيل ايان. بص. انا هتديك شوية حاجات كده ورا بعضها. طيب وانا متابعة خلاص يا لسه حاضر. ايه انا اعملك متابعة. عملتلك متابعة يا لسه ها. اه. لسه عادة. ايه. انا عالمك بشوفه. اه ماشي. اسمع انت اصلا دماغك محشاب تنجان مش معاما حاج. المهم. المهم. اسمعيني. اه. 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 احبه مشوي. اه. لا لا انا 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 اعتذر الطب بعد هذه الحلقة ان شاء الله. المهم. لازم تبع. عن هذه الحلقة? اه. عايش اللحظة بك الحلقة على التلفزيون. كل كل اي حد بيطلع معي بيطلع على التلفزيون. انت دلوقتي على التلفزيون مباشر. تعرف الكلام ده? والله. والله. على اليوتيوب انت دلوقتي نزلت. انت على اليوتيوب مباشر دلوقتي. لا وكيب انك تنزلني بما ما تاخد رأيك. بس مباشر. يعني انزعشت من الارجيلة. بدك شيني انزعش تنزلني هيك يعني. ما ليه? ده انت ده انت تبقى ممتعة للناس كلها. الناس هتبقى مبسوطة. بلا بلا لك ايسا شو كتبت لك. لا 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 زيب ده انت عالم معتية. المهم تمام تمام. اي لسه يا اي لسه يا اي لسه هو انت اي لسه الحقيقية ولا اي لسه المهم على العموم يا اي لسه انا فخور بيجي. خلينا نخش بس. ايه ايه? اه خليني خليني اقولك لا لا زيب. في مزور يعني. يا 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 بنتي استهدي بالله وخليني اقول الجنبتين اللي انا عايز اقول. اه. اتفضل 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 اه لا. اه لا. اتفضل 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 لو ايه ما دي اتفضل. اتقلع طول بالك يا عملي. لا بلك كنت مصد يا بنتي. يلا تفضل خلينا نسمع عشو عم بتقول. بصي بصي بالنسبة للمية بالنسبة للمية. لازم نبعارفين اني سبعين في المية من الجسم بتاعنا مية. نعم. سبعين في المية من الجسم بتاعنا مية. تسعين في المية من الدم بتاعنا مية. سبعين في المية من العضلات بتاعتنا مية. تلاتة وعشرين في المية من العضم بتاعنا مية. تلاتة وستين في المية من الجلد والبشرة بتاعتنا مية. المية هي الوسيلة اللي بتنزلنا جميع العناصر الغذائية الجميع خلال الجسم. المية هي اللي بتضمننا ان احنا نعيش في حالة منتعشة بعيدة عن الجفاف. علشان كده انت تعرف ان في امراض آآ تؤدي الموت بسبب الجفاف. فالمية هي الحياة. ممكن الواحد يقعد كم يوم بدون اكل لكن ما يدرش. اه اه. فشرب المية ما نجي نتكلم عايزين نخس عايزين نزيل عايزين نعيش كويس عايزين اي حاجة يبقى مية 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 مية. نقعد للصبح نتكلم في المية. طب يا دكتور احمد. يعني نقدر نقول ان المية ضرورية لكل وظائف الجسم لانه بيسهل عملية الهضم والامتصاص ومادة اساسية. اه يعني نقدر نقول عليها. اه لتخليص الجسم من السمون بتاعنا. عشان نخلص جسم من السمون بتاعنا يبقى محتاجين نشرب المية. اه نقدر نقول تنظيم درجة حرارة الجسم الداخلية. عايزين شرب المية. لو احنا عايزين ننظم درجة حرارة الجسم الداخلية. يبقى شرب المية. الافرازات السائلة زي اللعاب والدموع وعصالة المعدة. كلها لو مش عندنا مية كافية. كل الحاجات ده تكون فيها جفاف. عشان يعني فبنقول شرب المية اساسي. ترطيب انسجة الجسم بشكل مستمر يعني شرب المية. صح انسجة الفم. اه انسجة الفم والانف والعين. يبقى شرب المية. المية لو احنا عايزين نخس. اه شرب المية لو عايزين نزيد شرب المية. المية يعني صفر سعرات حرارية. المية يعني. شرب المية كان البيدي. عارب انا مرة رحت لامل فحص دم تحليل دم ما سحبوا دم سحب ببس. صاحب بيكس بيتون. يا حسكت. 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 يا باشا. المية المية دي المية دي كويس بشوية تضحك. لا اه قعد تطلعي يا رجيلة اتقل لا. والله اما بقولك بقى اتقل لا بقى على طول علشان احنا عملين نضحك ومسخرة وقلت ادب. لا مش هنيجي بقى ان بوصل دين. انت روحت فيه? انت معي? قلة ادب طول بالك. انت لسه انت لسه شفت قلة ادب. دعنا لسه دعنا لسه دفنين حاجات كتير. اه. سمعتش قالت لك السة? بس كمان كتر المية مش كويسة لو فوق الحد صح عندك حق. برافو عليك. ولا انا عجبني فيك يا لسه ان انت دماغك متصدرة. اه دماغك. انا يا روان. دماغك اه متكلفة. دماغك متكلفة كويس. اه اه بصي بصي شرب المية كتير مش كوي. شو وضع بيروت يا اخونا? اه مين مش عارف. مين 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 اه مين اللي بيقوله يا اخونا وبيتكلم مين ده روان دي بتكلمك دي. ايه روان روان. والله قلت لها لانرجس. لاي ما قلت لها روان. روان انت جيت روح معنا. بص يا دنيا. يا الله يا روان خلينا بفوائد الصدي هلأ والمي طولي بالك. خلي كف الشيخ الدكتور احمد اصر. مفتي. اتفضل. والله العظيم انت مش عارفة ايمتي عشان انت عشان انا سهل معك خالص. انا اه انا ممكن اقليب لك. يا العجل رح يغلص الوقت. اه انت مش مشكلة مش مشكلة. الاعدة الحلوة ما فيش احسن. يا ابن الحلال. اه. يا ابن الحلال. انا اقول بالك. شكرا كتير عن جد فدتني. لحظة. فدتني بها المعلومات. بس بديقلك الشغلي. ليش ليش الناس في منهم بيحطوا حامض. معنا او شي لحد تالي يقدروا يشربوا الماء. شو بتفيد يعني الحامض? والله ايه الحامض قصدك يعني لمون او كده? لمون. لمون يعني لمون. والله شرب الماء مع اللمون بس عشان امرت بواضحة. شرب الماء مع اللمون بيساعد على تنظيف اه بتنظيف الامعاء بتاعتنا من السموم. اه زائد ان هي بالجهاز الهضم يعني نقدر نقول ان جهاز الهضم يصبح انضف يعني. زائد ان بتصبح عملية فقدان الوزن ممكن بيساعدنا في هذا الامر احيانا. وليس لكل الناس يعني. لكن نقدر نقول ان الماء معلمون بيحسن برضو من الجلد والبشر عشان فيتامين سي اللي موجودة عندنا. الماء معلمون على فيتامينات مسلا مع مضادات اجسادة بتساهم في تحسين. طيب فيه ناس بتشرب ماء سخنة عن الريق ليه? اه في دراسة في دراسة في دراسة في الاتحاد الياباني للامراض في دراسة للاتحاد الياباني للامراض بتقول ان احنا لو قدرنا نحنا نشرب اربع كبات ماء دافية على الريق. بعد كده انتظرنا خمسة واربعين دقيقة. اه وبعد كده اخذنا وجبة الفطار بتاعتنا. نستطيع ان احنا نعالج بعض الامراض المزمنة زي مرض السكر من النوع التاني. بس بعد مع نظام القزائي صحي معنى مضحية صحي نستطيع ان احنا نعالج مرض السكر من النوع التاني. وأنا عندي فيديوهات على اليوتيوب لو دخلت كده كتبتي. هتلاقي هزي الفيديوهات اكتبي بس المرض مرض السكر من النوع التاني الدكتور احمد عتية ده عشان. آآ بيجيلك فيديوهات كتيرة جدا آآ في هذا الامر وتلاقي ناس ناستطيع وفيه برضو ناس عاملة فيديوهات بتحكي عن تجربتها في آآ في العلاج من مرض السكر مع دكتور احمد ومنها بعض مسلا شرب المية شرب المية كانت حاجة الوحيدة اللي انا بكتبها بشكل ثابت في كل الانظمة. طب اوكي بعتوا انا. الحاجة الاساسية الحاجة الاساسية اللي انا بكتبها بشكل مستمر في كل الانظمة. قلس قلسة عم تكتبلك. مممم. قلسة. كيف يعني نوع تاني. من النوع التاني وليس الثالث فمرض السكر بنقسمه نوعين نوع اول ونوع ثاني النوع الاول من مرض السكر هو بشكل بسيط يا لسه عبارة عن ان انا باخد حؤن انسولين حؤن الانسولين باخدها علشان اقدر اننا الانسولين ده هو اللي بياخد لنا المغزيات بتاعتنا ويوصلها للخلايا بتاعتنا هو اللي بيدخل لنا المغزيات للخلايا اه 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 او النوع دي ده النوع الاول اما النوع الثاني اه الناس بيبقى بس محتاجة بص النوع الاول برضو اعرفك انا مش عايز افصل بس انا هحاول افصلك بشكل بسيط كده بحس ان انك تبقى تفهم الموضوع النوع الاول ده بشكل بسيط اه شخص اه البنكرياس بتاعته لا تفرز يعني عدم قدرة البنكرياس على افراز هرمون الانسولين من الاساس احنا دلوقتي اه البنكرياس بتاعتنا بتفرز هرمون الانسولين علشان تاخد المغزيات بتاعتنا وتروح تفتح الباب بتاع الخلية علشان يدخل الغزاء علشان يتحرق ونقدر نمارس حياتنا بشكل طبيعي الانسولين لا يفرز في حالة النوع الاول من مرض السكر مرض السكر البنكرياس بتاعنا ما بيفرزش اصلا انسولين فبنتر ان احنا ناخده على هية حقن جاهزة حقن ديت بتدينا الانسولين علشان يخش ياخد اه المغزيات بتاعتنا ويدخلها اه من خلال الريسبتور بتاعتنا علشان الخلية بتاعتنا تتغز دي كده النوع الاول النوع التاني بشكل بسيط لا الجسم البنكرياس بتاعنا بيفرز انسولين البنكرياس بتاعنا بيفرز الانسولين لكن اه بكمية كافية او ممكن يكون بيفرز اه يعني اه يعني مش بكمية كافية او ممكن يكون بيفرز بكمية كافية لكن الانسولين ده مش بيعرف يخلي احنا هنمسل كده الامر ده عشان موضوع ده صعب شوية معقد ميكانيكية صعبة شوية همسلها لك مسلا ان احنا الخلية بتاعتنا عليها بواب البواب ده مش بيدخل اي مش بيدخل مثلا اي مغازيات وخلاص لازم الانسولين هو اللي بيدخل الانسولين ممكن يكون موجودة عندنا في الجسم لكن البواب ما بيتعرفش عليه يقوله لا بيقوله انا الانسولين يعمل حاجة يقوله لا انت مش الانسولين مش هتخش الخلية فالجسم لا يستطيعنا يتعرف على الانسولين فما تخشش المغازيات بتاعتنا عشان كده معظم الناس اللي بيحصل لها مرض السكر من النوع التاني بيبقى من ضمن الاعراض ممكن هبوط بشكل كبير لان هم نستفيد من المغازيات بتاعتنا. اه مرض السكر من النوع التاني بيستخدموا حبوب. ولا يستخدموا ولا يستخدموا حجا الانسولين يعني. اه يعني موجود بس مش فعال. برافو عليك يا ريس. مرض ماجه شغالة. مش عارف التطبيق ده اصلا اغلب الناس اللي في دماغهم مش شغالة. اول مرة شوف حادي المغو شغالة كده. صح يا ليه? يعني قاعد عم تلطشني يلا. ده انا دماغي بصدية بشرب بقالي سنين ببسي مش عبروح الصدية يعني مش فعال طالع بصيحتك بالمرة راحت. سمعني بس دكتور بعد الشغلة عن جد بيسلك الشغل. انا في عندي شغلة انه دايما دايما فقر دم حاد. يعني بيخوا ثلاثة شهر دوة. ومصلا بارتح شهر وبعدها برجع بيجيني نفس الشيء. معقولي من قلة المي? مخشوش ايه والله مخشوش? اه بصي. اه المية اه ما لنش علاقة بها دلوقتي. انا بكلمك بشكل طبي دلوقتي. انا دلوقتي جالي شخص عنده فقر دم. فقر الدم لي اسباب. لي اسباب. اه هي الاسباب يا دكتور احمد? السبب الاولاني قد يكون مسلا ليكن عندنا قرح في المعدة. عندنا قرح في المعدة. قرح في المعدة دي ممكن تسبب لنا انيميا. تسبب لنا الانيميا اللي موجودة عندنا. يبقى اول حاجة قلنا قرح المعدة. قرح المعدة ممكن تسبب لنا الانيميا. فانحنا لو عندنا قرح في المعدة يبقى لابد ان احنا نعالج قرح المعدة في البداية علشان نستطيع. فبهي سبب كراح المعدة. الاكل الغلط. والاكل حتى الانتفاخ. والاحنا الاكلة دي لا مش هقوم والله ما اي من لما خلص كله. والله العظيم ده انا مكلتاش بالي كم يوم. اه. الفجعانة يعني. اه يعني اه الفجعانة برافو عليك. والله العظيم انت ما ان شاء الله عندك مصطلحات قوية. برافو عليك. ان شاء الله. طلع البيبس يا قصة مش مخشور. اه. ماشية الله. يبعنا كده قلنا ايه? قلنا ايه? اهدم دكتور والله اهدم. انا مش فاهم. اهدم يعني مهدم يعني دمك زي الشربات. والله. يعني اهدم دكتور. يعني انا ضمي مهدوم. الله الحمد. محمدك واشكر فدك. ضمك مهدم يعني زي الشربات دمك. الحمد الله. ايه? مالك. الحمد. اذا كلمة عمنا فيك. كذبا الدكتور اعمد بيريح النفسية قبل السحر. كذبة ربنا يخليك ليا يا لسه والله العظيم والله العظيم انت دماج متكلفة. والله انت دماج متكلفة برافو عليه. انا مفخور بيجيب اللعبة. انا دي بكتارق راس لارجيس. فخور فيك. عمل لها متابعة. عملت لها متابعة. ده انا عمل لها متابعة قبل ما عمل لك متابعة. لانها هي بالفعل يعني بالفعل. اه. يعني بالفعل حاجة كده تتحطي فوق الراس كده. انا عمي خبرة المخلوقة. متعرفي عناس شايفي رايحة جاية. انا لا انا عايشي ببطاحت الارض. انا عايشي بمعمل الببسي بس يعطيك العقل. اه انت شغالة في مطعم الببسي في مصنع الببسي اه اه انا بقول انت دماجت كده. المهم. لا والله لا. مهدوزي يعني? ملطوشي? استغفر الله ايسا لابتلي مفتي? ما حدا شايفي اتحق. خليك اسمعيني 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 اسمعيني. تفضل خنقتنا انت وتقول عن الارجيل ايه? انا خنقتك? يلا خنقتني يعني خلاتني اسعل هيك. يعني مش متل عندكم. الحكي اللي عنا مش متل عندكم. اه يعني دي حاجة كويسة. يعني دي حاجة كويسة. اه اه. اه. حاجة كويسة. لكي نشوف. متشكر. خلاص اسا. لك فينا المعلومات. عن جد فدتنا كتير يا زلامي من اول تاع. وان كانت? ادصرك على البرنامج. يا سيبك من اه من صار العلم. المهمة كن استطيع ان انا غير حياة انسان حتى لو حاجة بسيطة تقلب حياة انسان دي مهمة بالنسبات. اسيبك بالي قدي. المهم خليك دلوقتي في النقطة اللي احنا عايزين نتكلم فيه. اه دلوقتي يا دكتور انا عندي. ماشاء الله عندك يا اه. اه انا متخصص في التغذية. انا متخصص في التغذية. اشان yacht比باطشة برض. عشان الناس. اه اللي عايزة تسأل ع تخصوصي. انا متخصص في التغذية. على المهم خليني خليني اكلمك مسلا احنا دلوقتي مسلا عندنا اليومية. قلنا لابد ان احنا نبحث عن السبب. انا مثلا اللي اكون عندي كرح في المعدة لابد ان احنا نعالج الكرح في المعدة هنعالج كرح المعدة دي ازاي بشكل بسيط جرعات ده ومعينة مع تغيير شوية في نمط الحياة والنظام الاكل الغلط بتاعنا والالتهام الاكل مثلا بكميات كبيرة دي وقت طويل جدا من الوقت دي كلها حاجات نحاول قدر الامكان ان احنا نخلي بدنا منها انا دلوقتي عندي انيميا واللي كان كان احنا اشهر سبب للانيميا عندنا هو نقص التغذية فانا لو عندي نصف التغذية اه لابد ان انا اخد اغذية بتحتوى على عنصر الحديد ايه الاغذية اللي بتحتوى على عنصر الحديد ما تقولي معايا انت مش عندك انيميا حدا ما فدتوا باعرفة الاغذية اللي بتحتوى على عنصر الحديد انا بياخد حبوب انا بياخد داوة حبوب للحديد بس ماشي لا لازم ندخل في الاكل بتاعنا برضو حاجات تحتوى على عنصر الحديد بيرفو عليك الفاصولية برضو ايها نسبة الحديد كويسة احنا دلوقتي نقول اول حاجة الخضروات الورقية الخضراء زي السبانخ والكرمب والهندباء الخضراء اللي حاجات اللي فيها حديد برضو نقدر نولي اللحوم والدواجن الكبدة ملفوف يعني كرمب ماشي احنا قولنا الكرمب او الهندباء الخضراء العدس برضو في نسبة حديد الكبدة فيها حديد اللحوم فيها حديد المكسرات والبزور وخصوص بزور اليقتين والكاجو والفستق الحلبي وحبوب دوار الشمس الاسماك والمأكلات البحرية يعني نقدر نقول عايزين برضو ناخد اغزية بتاعتها على فيتامين سي المفروض انا عندي ناصف الحديد اخد حديد بس لا فيش حاجة اسمها كده انا دلوقتي اخدنا الحاجات اللي فعل حديد اللي انا اولتلك عليها دي كلها الله اكبر الله اكبر انا دلوقتي مثلا وليكن عندي مثلا وليكن عندي انيميا لابد نحن ناخد اغزية بتاعتوي على فيتامين سي ايه الاغزية دكتور احمد بتاعتوي على فيتامين سي ليمون والله البرتقال يعني انت بتقوله برتقال او شي طيب اسمعي الادان خلينا نكمل الازان وبعدين نكمل يلا اسمعي الادان هو انت قاعدة فين انت قاعدة فين غضعة قاعدة اشجاد بيت لك اه بزور دوار الشمس بتعمل دوخة احيانا بصي حبوب دوار الشمس وكل ميت جرام من حبوب دوار الشمس وكل ميت جرام من حبوب دوار الشمس بتحتوي على تلاتة وتمانية ملي جرام من الحديد تخيالي? كل ميت جرام من حبوب دوار الشمس بيدينا تلاتة وتمانية ميلي جرام من الحديث. ما نقدرش نقول ان بزور دوار الشمس بتعمل دوخة احيانا. آآ ممكن تعمل للبعض. او ان احنا مسلا ليكن آآ يعني آآ يعني احنا ناكلها كده الوحدها يعني بدون اكل يعني. فكرة ان احنا مسلا ليكن ناكل الحاجة الوحدة ممكن تبقى سبب في الدوخة احيانا. والله اعلم انا ما فيش اي دراسات او فيش شيء ما عنديش خلفية بهذا الامر بشكل قوي جدا. نقدر ازبط هذا الامر يا. لكن آآ بشكل اساسي بزور دوار الشمس فيها حديد آآ ميت جرام من حبوب دوار الشمس بيدينا تلاتة وتمانية ميلي جرام من الحديد. انا دلوقتي مسلا ليكن انا دلوقتي دكتور احمد عندي انميا لابد ان احنا ناخد فيتامين سي. فيتامين سي ليه دكتور احمد? فيتامين سي لان احنا فيتامين سي نقدر نقول بيساعد على امتصاص الجسم للحديد. اه بشكل افضل. سمعيني? سمعين يا جماعة الناس اللي معنا هنا? ناشا خليونا كامل. يبقى احنا قلنا اه عايزين نخلي الحديد بتاعنا ينتص بشكل كبير مهتاجين فيتامين سي. مع انت ادانك تتحكي كده تحط يدك على بقك وتتحكي ببتاعك. سمعين? بالله ابرفو عليك اقلت سنت الوهيد اللي اعلى بتنسطي بتنسطي وصديقتك هناك عما انا تضحك وحط اديه على بقك. ماشا. يا ابن الحلال يا ابن الحلال انا عم بسمع بسكري الصوت عشان ما تشوش الادان على المعلومات اللي عم تعطينا ايانا عارفت شو? يا سلام يا سلام. خليه خليه خليه. ممي اضحك. يا سلام على الرقي. يا سلام. هايز. هايز. يلا شرفنا معرفتك يا دكتور ولا مبسوطة فيك. الله يخليك الله انت تستحق كل خير عشان كده ربنا رزقك بي. ايه على عينها هلا. شيف عن جد الله بيحبني. جمعني فيك. يا الله الله شو بيحبني الحمد لله رب العالمين. الله يخليك الله يكريمك الله يسعيدك انت عايز اكمل ماشي. اه كفك دموع. كف كف دموع. كف كف دموع. يا هزا. شو? انا اول مرة اسمع كف كف دقيقة يا سراحة فما مميش انا والله حبيته. ربنا يخليك. انا والله حبيت. يا سلام. شايد كلنا حبيناك. ربنا يسعيدكم يا رب ويحبازكم انت تستحقكم كل خير وانا حبيتكم أيضا. الله يشزيك الخير والله عم تعطينا معلومات تعطي الجميع. يلا موفق ان شاء الله. شرفنا معرفتك. الله يسعيدكم احنا كمان سعداء جدا بكم ربنا يحبازكم ويرفع قليوكم في الدنيا الاخير. ايومكم سعيد حياتكم كلها سعادة خلوا بالكم بنفسكم. اوكي. شكرا باي باي. اهلا وسهلا. الله. افيدك في ايه بالضبط? تحبها تتسأليني في ايه? اعطني نظام غزائي فورا. نظام غزائي فورا? لماذا? اعطني نظام غزائي فورا. هل هي جلالة امريكا? ولا بصي. بصي. النظام الغزائي الفورا والمستعجل جدا ده بتلاقيه عندي الكاهن او الدجال او الساحر او المشعوز. انا لسه دجال ولا شاعر ولا ولا كاهن ولا مشعوز. اللي انا عايز اقولهولك بشكل يعني انا لابد في البداية ان احنا نعرف ما هي طبيعة جسمك في البداية حتى نستطيع ان نقول لك ما هو افضل نظام غزائي يتناسب محلتك الصحيح. انت كويسة ما عندكش اي مرض بتتكلمي. فلا بدي نحن اخد تفاصيل. اما بالنسبة للشخص اللي بيعلم الغيب او اللي هو اه بيقولي الاشياء الغير ملموسة او الغير معروفة. انت فهمتيني الغلط انا ما قلتلكيش انا ده انا ما قلتلكيش انا دجال في البداية. ما حد يخش يقولك انا دجال اه او يقولك انا الفانوس السحري او يقولك اي شيء من هزا القبيل شهاية اقاموم. طيب كيف دكت عارفة بيعجزيني ها انا ما بيعلم. انت انت اي المشكلة الصحية اللي عندك او مش عندك مشكلة ايه اللي انت عايزة تعملي او عايزة تتكلمي بشكل بشكل عام عن ايه مسلا? انا عندي مشكلة شو هي مشكلة اه شو اسمها هدو? اكياس اكياس ميمو. اكياس ميمو. انهم بيسببوا السنة يمكن. فانا بدي بس ما اتزيد يعني عن هيك. عن هزو الحد اللي انا. والله يا بصي بالنسبة لي. احنا لو عندنا مسلا ولياكل احنا بنتكلم مسلا ولياكل انا دكتور احمد انا عندي تكاييسات في المبايد او شيء من هذا القبيل لابد في البداية ان احنا نعرف ما هي الاسباب بتاعتها ممكن نقول مسلا ولياكل قد يكون عندنا مشاكل هرمونية. قد يكون مسلا ولياكل الحامل يكون سبب فيها انا ما اعرفش انت متزوجة او غير متزوجة فانا بتكلم بشكل عام دلوقتي يا. نعم 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 ما متزوجة. خلاص تمام. يعني بتكلم مسلا ولياكل ان احنا في البداية اه يعني خليني اقول لك. ايه بتمشي على المشي على الادوية حاليا دلوقتي? هلا ايه متصلي عم باخد ادوية سنة بس ما استفدت شي وبس عم سببه بالنفة. طب انا هقولك على اغزية هقولك على اغزية اه يعني هقولك مسلا ولياكل مسموخات وممنوعات لبعض الاغزية لو انت قدرت لو انت قدرت ان انت تمنعي بعض هذه الاغزية وقدرت ان انت تاخدي الاغزية لان انا هقولك عليها ركزي عليها بتلاحظي نتيجة ملحوظة في وقت كويس جدا واهتدعي لي طول حياتك. ايه هي بقى دكتور احمن? ايه هعطلشها. يعني نقدر نقول الاغزية المسموحة الاغزية المسموحة بتاعتنا. هلا يا عمري. اه. الاغزية الاغزية ممكن بس اه ممكن بس تعملي ميوت علشان اعرف اتكلم. اول حاجة مسلا عليكم لما نجينا تكلم مسلا عن الاغزية المسموحة بنقول الخضروات. الخضروات يعتبر من ضمن الحاجات الفعالة جدا لمشاكل تكاسر المبايد. اتكلم بشكل عام. اي حد عنده تكاسر المبايد وما بيقولش مسلا خضروات الخاص الجرجير. نحاول ندخلهم في النظام الجزائي بتاعنا. يعني نقدر نقول كمية فيتامينات. كمية املاح معدنية. كمية نقدر نقول مسلا ولكن فيتامينات واملاح معدنية والياف. لو قدرنا ان احنا بشكل يومي ندخل الخضروات في النظام الجزائي بتاعنا تبقى دافعة قوية جدا لنا ان احنا نعدي نقطة كبيرة جدا في مشكلة تكاسر المبايد. تاني حاجة بنقول الفواكه. وخصوصا حاجتين. افضل حاجتين بنقول مسموحين لمرضة او الناس اللي عندها تكاسر المبايد بنقول التوت التوت والفراولة. التوت والفراولة يعتبر من ضمن افضل الخيارات الصحية لاي مريض تكاسر المبايد. واي حد بيواظب عليهم وبيحاول قدر انه يدخلهم في النظام الجزائي بيلاحظ تغير بشكل كبير جدا سواء كان في يعني في الاعراض اللي هي اللي بتاعكم مشكلة تكاسر المبايد او اه في علاج المشكلة اه يعني فنقدر نقول التوت والفراولة اعتبر حاجات صحية جدا نقدر نقول برضو اللحوم لو احنا مسلا بنتكلم عن مسموحات لو احنا بنقول نوع من اللحوم يكون مناسب وقوي جدا وكويس جدا بنقول مسلا وليكن اللحوم الخالية من من الدهون بنقول انا ما باكل لحمة ما باكل لحمة ناباتية تمام تمام كويس اه بالنسبة مسلا وليكن انا شخص نباتي طب مش مشكلة على امام مش مشكلة بس المفترض ان احنا مسلا بناخد مسلا حاجات يعني تعويضية او نكون بنبدل مسلا اللحوم بالحاجات اللي ما كانها من النباتية بس طبعا ببصعب شوية يعني الخيارات ممكن تبقى كتير لشخص فاهم اه موضوع النباء يعني الاغذية النباتية لكن شخص مسلا وليكن لسه ماشي في هذا الامر اصلي في النباتي ده ليه تلات اربع انواع في نباتي بياخد حليب في نباتي ما بياخدش الحليب في نباتي ما بياخدش اي حاجة خلص فا اه اي حاجة بتخرج من حيوانات برضو ما بياخدهاش يعني فانا معرفش برض انت اه انت بالزبط ايه بالزبط لكن خلينا نتكلم بشكل عام الا انا ما عرفش هل اه البروتينات احنا لازم بروتينات لازم لازم اوميجاسري الحاجات اللي فاهميجاسري تعتبر من افضل الحاجات الاميجاسري لو مش هناخدها لو مش هناخدها عن طريق لو مش هناخد البروتينات من خلال التونة والسلمون التونة والسلمون لو مش هنحطهم في النظام الجزائي والأوميجا سرين نحطها في النظام الجزائي بتاعنا يبقى لازم نجيبها من الصيدليه يعني من ضمن افضل الاغذية او الماسموحات اللي تفيدنا علشان مشكلة التكاسم المبايد المكسرات برضو المكسرات طبعا الشخص النباتي شغال فيها الله ينور الجوز اللوز الفوز تقعني الجمل الكاجو كل هذه الأشياء تعتبر من ضمن الحاجات الرائعة اللي احنا ممكن مسلا وليكن نحطها ضمن النظام الجزائي بتاعنا عايزة تسأليه حاجة ولا كمل نقول نقول بعد كده الزيوت الطبيعية غالبا كل ما تيجي تفتحي تلاقيه ما تكلم الزيوت الطبيعي بصي فيه اغزية بقى ممنوعة فيه اغزية اغزية ممنوعة لو احنا عايزين نتخلص من مشكلة التكاسم المبايد اللي لابد ان احنا نبعد عن كل هذه الاغزية سمعاني هناك هناك اغزية انا سمعتك انا بس نقول انت رشد فيه فيه اغزية انا هقولك على اه يعني انا هقولك على حمية انا بفضل هقولك على حمية انا بفضلها للناس اللي عندها تكاسم المبايد بس ايه مش عارف انت ممكن تخلفين عشان انت نباتية نباتية يعني لكن هقولك على اغزية الممنوعة اللي انت ما ينفعش باي حال من الاحوال اللي انت تكليها طول ما احنا عندنا المشكلة الدقيق الابيض بجميع منتجاته الدقيق الابيض بجميع منتجاته المفترض ان احنا ما يقربش الحلوية الدقيق الدقيق الابيض بجميع منتجاته اه اه طحين اصدق اه الطحين يا اه اصلاحنا عندنا الطحين دا اللي هو العسر والطحين حاجة ثانية النهم خلينا الطحين عندكم هديك الطحينية اه دي طحينية خلاص بيرابل عليك خلاص كده انت ايه يباعنا كده يباعنا كده تكلمنا في نقطة ايه اي دي الابيض او الطحين الابيض بجميع منتجاته. برضو هيكون من ضمن الممنوعات الحالويات. الحالويات ايضا. هنقول ان هي برضو من الممنوعات. المشروبات المخلبة بالسكر. زي العصائر المعلبة ولمشروبات غازية ممنوعة بكل جميع انواعها. انا بقول لك لو انت عائس ان تخلص من مشكله انا ممكن اقول لك مثلا رياحك اقول لك قال لي. قال لي? قال لي. قال لي لحادات ما تمنعيها. يعني en الحادي ما تبنعيها. بالتدريج ابداية الليلة. ممكن بس تفدي عشان في في ناس حواليك عمالة ترقص وطايص. اه. لا والله انا كفالة ها. اه تمام. عشان بس انا انا حاسس انا حاسس يعني انا سامع اه اه فهم خليانة. معلش يعملي ميوت بس لحظة واحدة اكملك هذا وبعدين اه اللي انت عايزة تعمليه. كنت يعملي ميوت لحظة واحدة? عشان اكملك بس. اه. اه اه يبقى احنا قلنا الطحين بجميع منتجاته الحلويات المشروبات الغازية المشروبات المحلاب السكر اللحوم الحمر انت نباتية مش هتاكلها اصلا. اللحوم المصنعة منتجات الالبان المقليات الوجبات السريعة والديليفري. ابعدي عن الديليفري. الديليفري بلوسودة. مش كل مسلا احنا كل حاجة احنا احنا عايشين على الديليفري اصلا. ما للناس اللي فتح المطعم ده هتاكل ازاي وهتعيش ازاي. هو انت مش حاسة انت راجل اناني. تحبش لنفسك والله العظيم. اه ده الكلام اللي انت عايزة تقوليه صحيح. الديليفري نبعد عن كل نوع الديليفري. المقليات الوجبات السريعة المشروبات الغازية الحاجات دي كلها. انا بقى كطبيب تغزية افضل نظام لعلاج تكايس المبايد. يعني انا في ناس كان جايقل بتكايس مبايد. افضل نظام. بس النظام ده مش بقول لكل الناس. انا بقول لك افضل نظام لحالة معينة اللي هي تكايس المبايد. افضل نظام لحالات تكايس المبايد بقول نظام الكيتو دايت. بيعتبر من ضمن الانظمة الغذائية المناسبة. اه اللي بتساهم بشكل كبير جدا في في علاج حالات تكايس المبايد. لان محتواها. مش عارف بقى كده يبسي ملنقم. لان محتواها لان الكيتو دايت محتواء من من الكربوهايدريت. وارتفاع نسبة الدهون الصحية والبروتين عالي جدا. وبالتالي بيساعد من التخلص من يعني لو احنا عندنا مسلا وزن زايد ماشي. لو احنا ما عندناش وزن زايد يعني يساهم. نقول برضو يساهم. وبيقلل في نفس الوقت من مقاومة الانسولين بالجسم. تخيالي? فانا بقول لك زي ما انا قلتلك كده هوا. سمعني? ده بس كده بشكل اساسي. لو انا بكلمك مسلا للكم ليه حالات تكايس المبايد ويه كنصائح انا بديها بشكل مستمر في الايادة عندي يعني. اين انتي? اين تذهبينا? هل ستسمعينني? اه هادان ما فيه علاج الون ما? ايه اللي ما فيه علاج الون? انا قلتلك العلاج اهو? قلتلك اه الالاج ما يخص تخصصي يعني? انه بيروحهم. ما انا قلتلك اهو? انا قلتلك لو انت عايزة. قصلا انا على ادوية. والله والله كادوية كادوية انا مش هوصيك بالادوية. الادوية ده دكتور اه يعني اه دكتور النسا هو اللي هيحددلك بالزبط يعني. لكن انا مش انا انا مش نسا يعني دكتور تغذية اه? شكرا سكرا وتركنا عاشي. الله يخليك. الله يسعيدك ربنا احفاظك. لو اهتكت اي حاجة في اي وقت انا موجود هنا ان شاء الله تعال. الله هي يعني رشدي اباظه. الله يرحمه. تفهمتي انت قلت ايه? تقول ايه? بتشرف احمد. الله يخليك بسم مرشدي اباظه عندنا اه? عمل له الله يرحمه. انت عيش حبيبي. هلا بعودي. الله يكرم. اه فا هيك يعني. الك زمان دكتور? والله انا اه دلوقتي بقولك انا اه دكتور تغذية. لو عندك اي اسئلة في التغذية ممكن تسأليني افيدك. هل كلامي واضح? هل كلامي مفهوم? ام كلامي صعب? حاسس ان انا بتكلم مش عربي ولا ايه? لأ. لأ فهمت عليك. عمل لك والله ما عندي يعني. اه ما عندي. ايه. شو بده يكون عندي اسئلة مش عن التغذية. شو بيساوي الواحد حتى ينحف? ام. بصي انا هجاوب لك اجابات مختصرة بحيس ان انتي تستفيدي. اول حاجة لما ما حد بيجي لي عنده سنة. في البداية لابد ان احنا نستبعد المشاكل المرضية اللي ممكن تكون من سببها السمنة السببها السمنة عندنا. المشاكل المرضية بنستبعد مسلا مشكلة الغدة الدراقية بنستبعد مسلا مشاكل في الانيميا بنستبعد نقص بعض الفيتامينات بنستبعد مسلا اه مشاكل مسلا مرضية زي مرض السكر او فشل كابدي او كلوي او اي مشاكل مسلا معينة ممكن تكون سبب في السمنة اللي موجودة عندنا. عملنا كل الفحوصات وعملنا كل التحليل. عملنا كل الفحوصات وعملنا ك︺ الاميةavored. اه اه عملنا كل الفحوصات وعملنا كل التحليل وما تلاقيش مسلا وليكن عندنا اي مشاكل صحية ايه بقى اللي احنا المفروض نعمله ايه المفروض نعمله اه لابد ان احنا نبدأ نقول ممكن اقولك بعض النصائح. هقولك بعض النصائح الاساسية اللي ممكن تبقى دفعه قوية جده ان هي تساعدنا ان ننزل في الوزن. ايه يا دكتور بقى النصائح اللي انت مسلا وليكن ممكن تقولي علشان نخس يعني هقولك مسلا ولكن اول نصيحة بنقول اه شرب المية لازم نقول ان سبعين في المية من الجسم بتاعنا مية تسعين في المية من الدم بتاعنا مية سبعين في المية من العضلات بتاعتنا مية اه خمسة سبعين في اه ان اقول نايا سبعين في المية من الجسم بتاعنا مية تسعين في المية من الدم بتاعنا مية تلاتة وستين في المية من الجلد والبشرة بتاعتنا مية تلاتة وعشرين في المية من العظم بتاعنا مية المية هي الوسيلة اللي بتنهلنا جميع العناصر زيها الجميع خلايا الجسم. فاحنا بنتكلم لو احنا عايزين نخس لابد ان احنا نشرب مية. لكن هناك طريقة للشرب المية لو احنا عايزين نخس. ما هي الطريقة لشرب المية? ممنوع شرب المية اثناء الوجبة او بعد الوجبة مباشرة. شرب المية تكون قبل الوجبة بنصف ساعة وبعد الوجبة باربعين دقيقة. اه. اه بنقول طب احنا احتياجنا من المية قدي بنقول اقل حاجة من المفروض نشربها من المية يوميا ثمان كبيات. ويرماية على الريق مفيدة زي ما اخونا حمزة قال. برضو بنقول تجنب كل الاغذية اللي بتحتوي على سعرات حرارية عالية. زي الحلويات. النشويات. اه. الدهون. الخبز الابيض. المكارونة الرز وغيرها. واستبدالها بالدقيق الاصمر او الخبز الاصمر او الرز الاصمر. يعني نستبدل حاجات البيضة بالحاجات الصمرة. القيام ايو. القيام بعمل تمارين رياضية طبعا بتساهم في خسارة الوزن. شيبة دي. هتلعب رياضة هتتحرك هتجري هتتمطط هتعمل اي حاجة مش هدانك رائد في البيت طول اليوم هتلقى اي اه هنتساهم ان اي هنخس? يبا لازم لابد ان احنا برضو نلعب شوية رياضة على الاقل يوميا من عشرين لتلاتين دقيقة حد ادنى. بنتكلم عن اه ممكن تناول كوب ماء دافئ ممكن تناول كوب ماء دافئ في النهار واضافة عصرة تلمونة عليها بتساعد برضو بشكل كبير في اه في حر الدهون. وممكن ممكن مسلا وليكن برضو الزبادي وعليه عصر تلمون قبل النوم يساهم برضو يساهم برضو في اه يعني يساهم في حر الدهون كنتيجة تواجد بيتامين سي فيهم. نقدر برضو نقول تناول الخضروات والفواكه ذات السعرات الحرارية القليلة لان ده تخلينا اه لا نشعر بالجوة لو شبعنا ان مسلا لو بدانا الوجبة بتاعتنا بطبق السرطة اخوماس الالوان. يا سلام يا حمزة يا سلام عليك يا حمزة. حمزة قاعد تحت مركز ما شاء الله. تقليل الملح تقليل الملح اللي انه بيساعد اه في اه في حبس السوايل بالجسم برافو عليك لان زارة واحدة من الملح يا حمزة بتحبس لنا. لا خسرت يا حمز خسرت يا حمز. ازه كميلي معي. اه هكمل. اه. اه عم حمزة انت عم حمزة. يكرا يا عودي. اه 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 تمام اه اه قلنا بشكل بسيط قلنا اه اه انا كنت قلت ايه ما تفكرين اخر حاجة قلتها ايه ده انا دماغي اتضربت اه اه عن الملح تحبس السوايل بالجسم انه كل زارة ملحة. اه اه كل زارة ملح بتحبس لنا تلات زارات مية في الجسم فهد القائر ممكن تبقى زيادة اللي عندنا زيادة مائية. كنتيجة لكثرة الملح. اه. كثرة الملح تعني زيادة مائية في الجسم. لقول لك يا دكتور ده انا ما بقولش ده انا زيدي في الوزن مش عارفة السبب ايه. السبب بيكون غالبا من شرب المية الكتير او مش شرب المية الكتير. اكل الملح الكتير. وكنتيجة الاكل الملح الكتير. اه. المية دي كلها. يبقى لابد ان احنا نقلل من الملح زي مخونة حمزة وداد تحت. قال. حمزة مركز برافو عليك حمزة برافو. انت حمزة النهاردة اليوم بتاعك. تكلو حمزة خبير غزائي. مفيش خبير الا الخبير اللي هو انا. الخبير هو الله عز وجل ليس هناك الخبير. اه. تمام? عشان ما نغلطش. اه المهم. اه. اه. خلينا اكملك. يبقى احنا قلنا تقليل الملح يا عمي حمزة. بعد كده نخش نقول عدم تحليط المشروبات بالسكر الصناعي واستخدام سكر الفواكه الطبيعي او سكر في نطاق محدود. او سكر في نطاق محدود. لان بعض انواع سكر الضيت بيحتوي على مادة اسمها اللي هي بتبقى منشأ لمشاكل مرضية زي اورام سرطانية في دراسة بتقول ان هو منشأ لبعض الاورام السرطانية. فبنقول مسلا يفضل احنا ما نستخدمش يعني السكر نحاول قدر امكاني ستاعها وقدم عسل النحل لمكانه مسلا. يعني ممكن بس ان نستبدل معلقتين السكر اللي احنا ناخدهم في اليوم ناخدهم معلقتين عسل للنحل صغيرين مكانهم وكده احنا اخدناها بشكل صحيح. ممكن نعتمد على. طب عصير قصب السكر. عصير قصب السكر والله احنا ممكن بصي اقولك حاجة. الحرمان في التخسيس ممنوع. احنا ممكن ناخد اي حاجة ممكن يسبب لنا زادة في الوزنة بس ناخدها في نطاق محدود جدا. كمي? وكل فترة اه نطاق محدود جدا وكل فترة مش شرطي مش مش كل ساعة. ها ما? فادية اللي احنا اللي انا بتكلم فيه وبركز معاه على كل الناس فيها. فانا بدي اقول بالاكثار اه يعني الاكثار في اي شي ممكن يسبب لنا مشاكل. شرب الماء يوميا من انتظام. كيلو دهون سنويا اه يزيل اتناش اه يزيله. شرب الماء يوميا من انتظام يزيل. شرب الماء يوميا من انتظام يزيل اتناش كيلو دهون سنويا. الكلام ده غير صحيح وليس له اساس علم. عام حمزة. انا معك طول الطريق لكن هتقول كلام هتبدأ تخرف في النص هوقافك. انا مش راجل دراستي سبع سنين ومعا دكتوراه وشغال في تركيا عشان تيجي تقولي كلام غلط وتألف. الا التأليف. ها. بس الماء. الماء زي ما اخونا حمزة قال مهمة جدا. تساعد بالفعل بشكل كبير جدا. تنشيط العملات الحيوية في الجسم. جدا نقدر نقول ان تنشيط العملات الحيوية في الجسم كله نقدر نقول متوقف على شرب الماء. فالماء مفيدة جدا. لكن جاب الاثناشر كيلو سنويا دي ازاي? الله اعلى واعلى. ليس عندي ادنى علمي في هذا الامر. اللي اعرفه ان دي بتختلف من شخص الاتاني على حسب طبيعة كل شخص والحسب المرض اللي موجود عنده. ومدى فعالية الميا معه? هو ده اللي نقدر نتكلم فيه. هلأ سؤال هلأ واحد ازا عنده مسلا مناعة. المناعة بالجسم اه فيها خلل. يعني انه بدان المناعة مسلا ما اه ما تفيد جسمه تساعد تقوي الجسم هي عم متخرب الجسم. يعني مسلا نوع من مناعة ميخرب العصب. اه. يعني. اه. هاد شو الاغذية ممكن تساعده? لانه انت يعني ازا اخدت اغذية بتاول مناعة هي حد زيت بتخريب العصب. اه. اه. شو هي الشغلات الممكن انه تفيد الاغذية يعني. يعني ده شخص عنده اعتلال عصبي? اي واقع اعتلال عصب مزمن مزيل لنخاعين. ام. والله بصي بالنسبة لهذا الشخص لابد ان احنا نعمل حاجة اسمها تحليلة اسمها اي جي اي او اي جي جي. دي تحليلة معناها اي? ان احنا بنعمل حساسية الطعام. يعني بنعرف من حلالها ايه الاغذية للجسم عنده حساسية منها علشان نشيلها بشكل نهائي. وبالتالي هنعرف ايه بالضبط اللي احنا نمنعه وايه اللي انا نسمح به. لان الجسم يعني انا ممكن مثلا اشرب لبن يجي لحساسية. انت تشرب اللبن جسمك يكون قوي. على حسب استجابة كل الجسم. ايه صح. اه. فمثلا. اه اه. يعني ان ما نقدر نقول يعني من ما نجي نتكلم مثلا لكم في اعتلال الاعصاب. اه نقدر نقول زي ما قلنا كده التحليلة دي نعملها وبعد ما هذه التحليلة نقرر ايه المسموحات والممنوعات من الاغذية على حسب الشخص اللي عنده اختلال اعصاب. يعني اه اسمه اختبار حساسية. اسمه اختبار حساسية الطعام. اختبار حساسية الطعام. فيم. فيمتي? عنده. بتقول ايه? بتقول ايه? شكرا يا سوار. التحليل هاد ونحنا لما بنعمله. ام. الاختبار هاد ونحنا لما بنعمله متعاوي. اه بيطلع عنا شو الاغذية ان احنا بتقزج جسمنا منا. ايوة بيعرفك الاغذية اللي عندك حساسية منها عشان تبعايد عنك. اوكي. حساسية منك. اوكي بس يعني هلأ ضروري انا اذا مثلا بتحساس من اللبن مثلا. ضروري انا يكون انه بضر العصاب. والله ممكن برد. ايه بها قلتلك او. والله موضوع الاعصاب ده انت تعرفي حتى الان. تعرفي حتى الان ان مازال علوم الاعصاب هي العلوم الوحيدة حتى الان مازال قيد البحث فيها والطب ليس متطول فيها بشكل جديد. ومحتاجين علماء بشكل مستمر فيها. فاي حد يتكلم فيها وبأريحية ويديك اه يعني معلومات مفصلة في هذا الامر وبتاع اه يعني تقدر تشوك شوية او من دون بحث يعني انا ممكن اديك معلومات بس معلومات ضئيلة اللي انا اعرفها. ولكن انا اقدر اساعدك في دلوقتي هديك معلومات مفصلة عن حساسية الطعام. ممكن اديك معلومات مفصلة عن حساسية الطعام. يعني كتخصصي يعني. تفهم? لو انت حاب. اه. انا حاب والله انه نشوف هذا التحليل وممكن اني انا اه فرجيكيا ونشوف اه ده شو هو الشي اللي بتحسس منه الواحد. اه اه. والله برضو عشان بس برضا اديك اساسية يعني اه برضو اختبار حساسية الطعام ما نقدرش نقول. اه مش مثالي برضو قوي. مش مثالي جدا. انت تعرف ان انت لو قدرت. اه. يعني انت تعرف لو انت جبت ورق او قلم كده هو. وتشوف الاكل اللي انت بتكليه. والاعراض اللي بتجيلك. بتجيلك بعد الاكل الفلاني وتبدأ تلغي انت بنفسك. تعرفي الاكلات بنفسك. وتلغيها بنفسك. هتبقى دفع قوية جدا ان انت تستجيبي بشكل اسرع. وتستفيد حتى اختبار حساسية الطعام غالي جدا. اه. هلا والله. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. اه. على فكرة هلا. مثلا مظبوط في اكلات بتحس لما انا بياكل واحد شوكولات. بس انا باكل فريز. اه. في شغلات هيك بتحسس جسمي منها. بص. فحص. بص انا انا هكلمك. فحص دم. ده اه. اختبار الاي جي اي ده عبارة عن ايه? لانا اقولت لك عليه ده عبارة عن ايه? اه. ده فحص دم بيمكن ان يقيس اختبار يعني الدم استجابة جهاز المناعي بتاعنا اه لاطعمه معين. عن طريق قياس الاجسام المضادة المرتبطة بالحساسية. والمعروف باسم الجلوبين المناعي او الاي جي اي. اه. الجلوبين المناعي. اه. الجلوبين المناعي. وده ده مهم جدا. يعني انا بقى انا من وجهة نظري ده مهم جدا. برضو هناك نظام الاستبعاد الغذائي اللي انا قلت لك عليه. اه. انت بنفسك لابد ان انت تبعدي عن الاطعامة المشتبه فيها لمدة اسبوع او اسبوعين. وبعد كده تضيف مواد الطعام مرة تانية في النظام الغذائي واحدة مرة يعني مسلا انا دل الوقت استبعيتي المدة اسبوعين مسلا الاخذية اللي انا مشتبه فيها وبعد كده ابدأ ادخلها واحدة واحدة بتساعد هذه العملية على اكتشاف العلاقة بين اعراضك وانواع محددة من الطعام. تفهمه? فهماني? فهمة? فهمت انت هذه النقطة? يعني هكي انا باعدة اوكي. طب فهمت عليك. تمام خلص بدم فهمت علي يبانا بقولك اهو يبانتي كده انا صوتك بيقطع. ممكن. بس برضو نظام نظام الاستبعاد الغذائي مش مضمون النتاج قوي بس برضو من ضمن الاساليب المتبعة. اه. عم يسألك حمزة شو دخل الاغذية بشفاء. شو دخل الاغذية بشفاء الاعصاب? بص الاكل بص. بشكل اساسي بشكل بسيط. الخلايا بتاعتنا الخلايا بتاعتنا بتتغذز ازاي من خلايا الاكل اللي احنا بناكله. الخلايا دي تمكتب خلايا عصبية او غير عصبية يعني. فنقدر نقول ان الاكل بتاعنا انت دلوقتي مثلا وليكم بتقول يا دكتور البيض بشكل عام مع سفار او بدون. انا اه. اه. لان انا بأكل البيض بلا سفار. تمام ما مشكلة. المهم اه يعني. والله يوفضل على اكال تكليلك بضاية بالسفار بس في اليوم وبعد كده الباقي. يعني الباقي تكليب البيض زي ما انت عايزة. بس انا هيهمني. زي ما قلت لك كده علشان نعالج مشاكل الاعصاب بتاعتنا محتاجين فيتامين بي اتناشر للحوم الحمرة. اه. الطمر عشان السكريات البسيطة. اه. الطمر عشان السكريات البسيطة. اه. البيض. اه. البيض محتاجين ان احنا ناخده مع السفار. اه. عشان مادة الكولين اللي موجودة عندنا. نقدر ان احنا نستفيد منها. برضو بنقول العدس. اه. بيساهم في علاج يعني علاج امراض الاعصاب والوقاية منها. فبنقول برضو العدس. وحتى ده نقول طعام الفقراء. فما فيش تقول لي بقى غني فقير بتاع. يبقى العدس نقدر ناخده. واردو نحطه من ضمن النزام الغزاء. الفراولة. الفراولة والكرازيات والتوتيات. هذه الانواع من الفواكب بتحتوي على حاجة اسمها اليود. ده بيساعد على الحد من ضعف الجهاز العصبي. وبيعمل على تقويته. يا لها من علامة بأساء. اه. هنورتي حبيبتي. ايه تمام. اه. انا بتكلم مسلا. انا كان دي اسألك عن اه انه مسلا ان فيشي. عم يسألك حمزة شو الدكتور? شو الفرق بين اكل البيض المسلوق والمقلي? الفرق بين البيض المسلوق والمقلي. طبعا. كيف فكها يا سماش? طب. تمام. هجاوبك على السؤال. بس خلينا اكمل موضوع العصاب الاول. ولا خلاص كده كفاءة على الغزيات اللي احنا قلناها دي. خلينا اجاوبه. لأ. اجاوبه. بس هلأ دكتور مسلا لما الواحد. اه. تمام. الفرق ما بين بصي. بيضع واحدة. هاسألك شغلة بس ومش هتجاوبني عليهم كلهم وراء. مم. مم طبعا. اه هلأ مسلا. بالعلاج لما انت بتكون يعني لما انا بين الشخص عم يتعالج بالاااا بالااا بالااا لايصبت المناع. اوكي? اه هو شي طبيعي يصير عنده احتباس سوائل من الكورتزون. نعرف حقا يعني. صحيح. شو هي الشغلات انه الممكن يعملها الواحد او اغزية مشان ما يصير عنده هادا الاحتباس يعني. مم. لانه بيزيد بشكل مو طبيعي. هلا هتفضل مجري فوق معك. تمام اهجاوب على السؤال بتاع الفرق بين البودر مسلوق والمالي الاول وبعد كده خش على السؤال. اول حاجة اول حاجة بنقول بيضة واحدة مسلوقة من الحجم الكبير. بيضة واحدة من مسلوقة من الحجم الكبير بتدينا ستة جرام من البروتين. بيضة واحدة مسلوقة من الحجم الكبير مثلا بتدينا ستة جرام من البروتين. اما البيضة المقلية في الزبدة مثلا. البيضة المقلية في الزبدة بتدينا حوالي نص جرام اكتر من البروتين اه من الزبدة فعلا مثلا ليكن الفرق ايه هنا 6 جرام هنا 6 جرام ونص لكن كلاهما بيحتوي على اه يعني يعني كلاهما بيحتوي مثلا على اقل من جرام مثلا من الكربوهادريت ده لو بنتكلم عن البروتين كتحليل مسلا للبضل المسلوطب البيضة المسلوطب بتدينا 78 سعر حرارية البيضة المقلية بتدينا 90 سعر حرارية فده كده الفرق بين البضل المسلوط والبضل المقلي السؤال الثاني عيديه ثاني معلش عشان اقدر اجمع كده المعلومات معلش هذه السؤال الثاني علاج لما يكون الشخص عم يتعالج بالاعصاب خصوصي هذا الاعتلال الاعصاب المزمن في دول الاعصاب وفي دول كورتيزوني اللي هي اللي بتصبت المنام بتوقفها مش عم توقف عن شغلة بالتخريب وقت الواحد عم ياخد كورتيزون عم ينفش جسمه عم يصير عنده احتباس سوائل فضيع فهمت يعني دلوقتي انا هقول لك كيف يتم التخلص من الاثار الجانبية للكورتيزون ده سؤالك تماما تماما نصايح مهمة جدا بالنسبة للدوة بتاع الكورتيزون عشان نقدر ان احنا مثلا لكونا تلاشى من الاثار الجانبية للكورتيزون اول نصيحة بنقول يفضل تجنب يفضل تناول جرعة الكورتيزون يفضل تناول جرعة الكورتيزون بعد وجبة الطعام او مع مضادات الحمودة دي كده نقطة رقم واحد نقطة الاول يبقى اول نقطة ايه؟ بعد الاكل يعني اول حاجة بنتناول جرعة الكورتيزون بعد الاكل مباشرة بعد الاكل او مع مضادات الحمودة يعني لو ما اخدناش بعد الاكل يبقى مع مضادات الحمودة علشان نقلل من تهيج المعد دي كده رقم واحد عشان نستطيع ان احنا نتخلص من الاثار الجانبية للكورتيزون من دا كده رقم واحد تاني حاجة تقليل السعرات الحرارية اللي بقى BU ممارسة الرياضة ممارسة الرياضة ممارسة الرياضة منتظام تستطيع انها يعني من ضمن النصايح الاساسية التي تتخلينا نتخلص من الاثار الجانبية للكورتيزون نقدر نقول تناول جرعة الكورتيزون اليومية نقدر نقول تناول جرعة الكورتزون اليومية كاملة في الصباح في حال كان الشخص مثلا بيعاني من مشكلات في حال كان الشخص في حال كان مثلا لو أنت مثلا في حال كان الشخص مثلا بيعاني من مشكلات في النوم بسبب الكورتزون لو أنت بتعاني من مشكلات في النوم بسبب الكورتزون يمكن تناول جرعة الكورتزون اليومية كاملة هناخدها في الصباح لو إحنا عندنا مشاكل أرق كنتيجة لتناول الكورتيزون دي برضو من ضمن الحاجات المهمة جدا بعد كده تقليل جرعة الكورتيزون إذا كان الشخص بيعاني مثلا من أرق تقلب في المزاج الحالة النفسية بتاعتنا بالدهورة يعني تغيير مفاجئ في سلوكه وردود فعله مع الناس يعني حاجات بتحصل له غريبة كده فالكورتيزون لابد إحنا نقلل الجرعة في حال لو إحنا عندنا أي عرض من هذه الأعراض وبرضو الطبيب لازم يكون شاطر ويقولك هذا الأمر ولو ما أقلكيش يبقى الدكتور غالبا ده بيكتب روشيتة فقط دكتور روشيتات فقط يعني مش يعني يعني مش هيفيدك قوي يعني دكتور إن هو يكتب روشيتة درس إن هو يكتب روشيتة على فكر أنا أول مرة بسمعه لهذا الكلام ده هو كلام طبي وعلمي من أماكن يعني كلام صح مش هتلاقيه مثلا بعد كده بنقول تقليل جرعة الكورتيزون تقليل جرعة الكورتيزون لو إحنا بنعاني من أي تقلب في المزاج أي أن كان يبقى لابد أن نقلل جرعة لكي نتخلص من الأثار الجانبية للكورتيزون أهم حاجة في الغذية يعني الحمية الغذية اللي أنا بوصي بها كطبيب تغذية اتباع حمية غذائية قليلة السوديوم لأن زي ما إحنا قلنا الكورتيزون بيسانل في ارتفاع ضغط الدم أو احتباس السوايل في الجسم فلابد أن نأخذ حمية غذائية قليلة السوديوم الدكتور بتاعك من المفترض من الدكتور بتاعك من المفترض لو الدكتور بتاعك كاتب لك كورتيزون المفترض أنه يديكي مدرات للبول يعني في حالة الحجلية لو إحنا مثلا مشينا على حمية غذائية قليلة السوديوم مش هنحتاج أن إحنا مثلا لياكم نأخذ مدرات للبول بس الدكتور بيكتب مدرات للبول أحيانا علشان نتخلص من الأسارة الجنبية للكورتيزون بتاعنا اللي هي هناك مكملات غذائية بننصح بيها مثلا عشان نتخلص من الأسارة الجنبية للبتاع اللي هو نقول فيتامين دال علشان نقل نفسنا من هشاشة العزامة فيتامين دال اهو بنقوله هناك فيتامين دال دكتور سؤال حمزة بيسأل دكتور سؤال مهم إزاي ترجع المناعة لعملها الطبيعي بها الحالة انت بتسأل أسئلة صعبة أنا قاعد النهاردة حاسس أنا عارف أنا مبسوط النهاردة ليه لأن أحاسس أن الناس مش بتقول أسئلة متكررة يعني أحاسس أن أنا بجمع عملة أعمل عصف زين عشان أجيبهم المعلومات ففهم فمش يعني مش حاجات اتعودت عليها يعني أسئلة ما اتعودتش عليها من الناس ففهم فأ refresه أنا بستفيد أن أ guten عمزتي معاك وأنا بستفيد وإنتي بتستفيد أن أنا بديكي معلومات برضو مهمة جدا هاتفيدك. طبعا. ام. طبعا اكيد انا يعني بتشرف بحضرتك دكتور ومو انه دائما واحد انه بيسحله يقعد مع دكتور ويناقشه بكل شي بالضياي. اللي. لانه اخد موعد من دكتور لروح اسأله كم سؤال يكون معي خمس دقاية او عشر دقاية الدكتور بيمل. فانت هلأ الوقت لقلنا ولقلك يعني منحكي ومنتناقش يعني. اللي سيدك رب نعفزك. ان شاء الله تعالى هناختها واختاموه مسك. ان شاء الله اخي الحد. الله يسعدك. اه يبقى احنا اقول لك دلوقتي اه بعض المكملات الغزائية مفيدة جدا. فيتامين دال من افضل الفيتامينات اللي احنا محتاجين ان احنا اخدها. بس لو احنا ما عندناش حصوات في الكلا او مشاكل معينة يعني. لو احنا عندناش حصوات او ما عندناش اي تاريخ مرضي بزيادة كالسام او فارط الكالسام في الجسم او شيء. يعني ما عندناش. يبقى احنا بناخد فيتامين دال ممكن يساعدنا للوقاية من مشاكل هشاشة العظام اللي بتنتوجعان زيادة اه الكورتيزون عندنا في الجسم. الكورتيزون. اه اه اي تاني? اه طبعا اه بنقول نتابع نظام برضو النظام الجزائي زي ما هو قليل السوديون بيكون قليل الكوليستيرول. لا انا مش بهم انا في تركيا. انا في تركيا. لو حد عايز اه اي حاجة من تركيا يقوش. تحت امركم. يا راتب تركيا كنا رحنا ضغري لعندك. تعالي تركيا حلوة والله جميلة. هتياجبك لو جاتي. يحلي ايامك حلوة بوجودك دكتور. الله يخليك. دكتور سؤال اه. سؤال انه هو سألك يا حمزة فعلا انه هل ممكن انه المناعة المتضررة يعني انه انت بتعرف انه هاد خلل مناعي. ممكن انه ترجع لعمل الطبيعي بدون انه ما تصير تعاجم العصب. ولا انه خلص هاد خلل. بيضال موجود. ولا اكون صادق معاك. ولا اكون صادق معاك. يعني. اه كل حاجة ممكن ترجع لطبيعتها لو احنا وفرنا البيئة بتاعتها المناسبة. يعني لو احنا قدرنا انها نمشي. نعم. نقدر انها هنمشي على النمط حياة صحي. ونظام جزائي صحي يتنائم مع طبيعة جسم كل شخص على حدة. يعني اه مش هقول لك مسلا نظام جزائي اقول لك كل الناس هتمشي عليه. لأ. يبقى نمط حياة صحي. اه نظام جزائي يتنائم مع طبيعة كل فرض. اه مع النظام الجزائي نقول الرياضة وممارسة الرياضة. الحالة النفسية الكويسة والتفاؤل. كل حاجة بتتحلي في هزا الكون. اه الحمد لله يعني فقالتنا. اه اعرف دكتور داخلية عصبية شاطر بتركيا. حاضر. عندي دكتور عصبية يعني في نفس المركز اللي انا شغلت في. دكتور انا لك متابعة. وحبزة عمله متابعة للدكتور. اه مش عم تتواصل معه يعني ازا انت حابب تطلع على التركيا تشوفه او كزا او تحاكي. يعني اكيد الدكتور بيستفاد و بنفيد. اكيد يعني ان شاء الله تحت امركم. للوجه الله تعالى يعني ما فيش مشكلة. يسلم يدائك يا دكتور وتشرفت كتير معرفتك عن جد وانبسطت كتير كتير كتير. الله يسعيدك ربنا يحفظك ويرفع قدرك في دنيا والاخيرة اخلي بالك من نفسك. يا رب ويرزعك يا دكتور هيك ان شاء الله بتزداد شعبية وبيصير عندك المتابعين وما اتلحق دكتور احمد. الله يخليك اكيد عشان تليأتي معك يا اكيد هيكون عندي شعبية يعني ربنا يسعيدك ربنا يحفظك يعني. ويسعدك يا رب العالمين. الله يسعيد. اه دكتور اكمل انا جولة. نايش ربنا يعينك ويأويك يشد حيلك وربنا. بلك بتشوف لك بلك بيجو لعندك هيك اه داعمين. والله والله انا ما شفتش داعمين من ساعة ما جد دا هي مرة واحدة ايجا داعم واحد ادنين الفين خمسمائة جوهرة من ساعة ما فتحت من سبعة شهور يعني. عن جد? والله اه. هلأ هو بيقوله انه بده الصبر يعني. يعني انه الواحد يصبر. هلأ انا كمان جديدة هون علي بس بصراحة مبسطت كتير يعني هي اول مرة بعمل تحدي وبنبسط اني يعني الواحد بيستفاد بصراحة. هون كلهم عفكرة فاضيين. اه ما احدا مقدر قيمة الشيء انت اللي بتعطيه واللي بتقدم لهم ياه وانه مسلا فعلا انه السؤال اه. ربنا ايه اه اه حقه مصاري يعني. الله يسعيدك. طب انا اقول لك حاجة اه انا اطلب منك ادييلي انا بكرا عندي امتحان الساعة احداشر. ادييلي دعوة لعلها تكون مستجابة وكل الناس اللي بتتفرج علينا لو شايف ان انا في التون ادعولي لعلى الله عز وجل في الامتحان غدا اجيب درجة كويسة يعني. ان شاء الله يا رب الله يوفقك وان شاء الله بتنجحه وبتجيب معدل كويس كمان يا رب. الله يخلكم ان شاء الله الله يسعيدك يا رب. الله يباركك. ان شاء الله موفق يا رب. الله يخليك. يلا يكونكم سعيد. باعلى الشهادات يا دكتور. الله يخليكم ربنا يسعيدكم. وانا برضو زي ما زي ما انت قلت كده. يعني اه انا اللي مصبرنا على هذا المكان ان انا قد اكون بنقص حياة انسان او بفيت حياة انسان او بغير حياة انسان ممكن واحد يسمع مني معلومة تكون سبب ان هي غيرت حياته وحياته كلها تغيرت وبعد كده يجي اه حتى يقولي او ما يقوليش ولا دكتور انت كنت سبب في غيرت حياتي حتى لو ما قالش الله عز وجل لن ينسى هذه الاشياء لان لان اه اه بس مصر ام الدنيا حمزة الغالي ربنا يبارك فيك مصر ام الدنيا ربنا يبارك فيك جزاكم الله يكتر من امسالك يا دكتور والله يحميك ويوفقك ويعلي مرادبك يا رب الله يخليك يلا قل الجولة بتاعتك ربنا يسعدك يومك سعيد حياتك كلها سعادة وانا مبسوط بيك ومبسوط بحمزة ومبسوط بكل الناس اللي شاركت معانا في هذا البس الرائع يعني عن جد بس رائع كان شكرا لقيلك دكتور ربنا خليك يلا ربنا احفظك مع السلامة في رعاية الله اشتركوا في القناة